خطوة جديدة قديمة من الاهلي لتصحيح الأوضاع محمد رمضان مديرا رياضيا نهاردة لأهلي أعلن تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا مدير كورا يعني بس باختصاصات أكبر انتقادات كثيرة اتعرض لها الأهلي من فراغ منصب مدير الكورا بعد الاستغناء عن خالد بيبو والانتقادات دي زادت جدا بعد خسارة السوبة للأفريقية أمام الزمانية الآن يعود محمد رمضان لهذا المنصب وهو يحمل تاريخا مضيئا في الماضي من على نفس الكورس موسيقى 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 يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 لو تتذكرون بعد مباراة الأهلي والزمالك من نفس المكان بعد المباراة أطول بعدها بساعتين بالزبط لم أتحدث معكم عن أخطاء فنية ولا أخطاء على مستوى اللاعبين ولا أخطاء فردية ولا أي شيء أقول لكم الأهلي لازم يكون فيه مدير كورا ما بعد سيد عبد الحفيز وما بعد خالد بيبو لابد أن يكون للأهلي مدير كورا ومدير كورا دي عشان الناس بتتعامل معها أنها دقة قديمة ما يعمل فيش مدير كورا في حاجة اسمها مدير رياضة في العالم العالم كله ما فيش مدير كورا معاك تمام بس طبيعة الأهلي وشخصية النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي المنصب ده ما ينفعش يبقى شغر لأن دائماً وأبداً كان منصب مدير الكورا في النادي الأهلي منصب زوء حيسية يعني إيه يعني مسؤول حقيقي في كثير من الأندية منصب مدير الكورا ده بيبقى منصب شرفي جداً أحياناً بيبقى لقى علاقة بحاجات إدارية جداً يعني هنسافر إمتى هنركب طائرة خاصة ولا لأ حجز القتلات في السفريات الخارجية لكن في الأهلي منصب مدير الكورا ده ما يقلش عن منصب مدير فني منصب مهم جداً وأسماء عظيمة وتاريخية عدت على المنصب ده مع حفظ الألقاب لكل الأساطير والأسماء الكبيرة دي يعني صالح سليم وحسن حمدي وطريق سليم وثبت البطل ومحمد رمضان وكل الأسماء بقى لأنت تخيله سلام وحفيز في الآخر وخلي بيبه كل الأسماء اللي أنت ممكن تتخيلها في الآخر كبيرة ومهمة تواجده في المنصب ده أحسن بدري مسك المنصب ده قبل كده قائم بأعمال مدير الكورا هادي خشبة كان مدير كورا أنا بس بفتكي الأسماء اللي عدت على النادي الأهل كمدير كورا مهم منصب مهم ليه منصب مهم يفرد الانضباط ده واحد على الفريق ده شيء مهم جدا مش حاجة فرعية يعني ولا حاجة عادية هتقول لي ما المدير فني يعمل كده مدير فني له انشغالات كثيرة أخرى لكن مدير الكورا يبقى متخصص في أمور زي دي مدير الكورا يقعد مع اللاعبين يعاقب اللاعبين يعني يدي مكافآت للاعبين يتفاوض مع لعبين يقول للإدارة ان اللاعبة دي لازم تمشي لأنها واحد اثنين تلات اربعة يقول اللاعبة بلاش تبقى موجود على السوشال ميديا كتير يقول اللاعبة ما تبقاش موجود في حفلات وأفراح وقصص وحاجات كده وافتتاح مطاعم وافتتاح خفايات وحاجات من النوع ده اتكلم مع اللاعبة مع كامل الاحترام للكابتن سامي قمصان سامي قمصان فني مدرب ده شغله مش إداري كامل سامي قمصان فني مقدرش سيطر على الفرق ليه؟ الراجل بتاع فني يا جماعة آه الراجل محترم تقبل الدور اللي تدهوله مجلس الإدارة واللجنة التخطيط انت هتقوم بمنصب قائم بعمل مدير الكورة المهم عشان ما طولش عليك يعني كابتن محمد رمضان المسمى بتاعه مدير رياضي كابتن محمد رمضان انت كنت تعارفين عين مؤخرا عضو في لجنة التخطيط الآن بقى هو المدير الرياضي استقال من لجنة التخطيط تم تعينه مديرا رياضيا مديرا رياضيا ده هيعمل إيه بقى؟ هيعمل كزا حاجة هيبقى مسؤولة عن فريق الكورة وهيبقى موجود عالدك عشان انت عارف برده وشان الناس برضو قاعد تسأل النهاردة هو هيبقى موجود عالدكة ولا مش موجود عالدكة هو هيبقى موجود عالدكة زي زي مدير الكورة عادي بس هو هيشتغل مع لجنة السكوتنج اللي هي لجنة الكشفين اللي بيقاسها الكابتن هاني رمضي هيبقى مشرف عليها هيبقى مشرف على التعاقدات ودي نقطة مهمة جدا هيبقى حلقة الوصل دائما ما بين الجهاز الفني واللعبين ومجلس الإدارة طيب محمد رمضان كان مطلب جماهيري يعني محمد رمضان أول ما الأهل جابه في لجنة التخطيط الناس كلها سألت هو ليه مش مدير الكورة محمد رمضان ما يجبونه مدير الكورة راجل اسم محترم جدا في التسعينات تولى هذا المنصب في 95 تحديدا ونجح نجاح باهر ميزة محمد رمضان ودي ممكن تكون بتسمعها الأول مرة ما أحفظ الألقاب طبعا محمد رمضان راجل مش بتعشوه يعني طول الفترة اللي فاتت ما كنتش بتحس محمد رمضان يعني أول ما تم تعيينه في لجنة التخطيط في النادي الأهلي قلت يا محمد رمضان قبلها بقى كان فين انت حسيت بيه هل هو كان بتعشوه؟ بالمناسبة كتي أنا وغيري طلبناه كثيرا في برامج الراجل ما يحبش الزهور الإعلام يحبش الشو ما يحبش تكلم يحبش يعمل الكلام ده كله فدي نقطة مهمة جدا جدا اللي هو مش فارق مع الأضواء والكلام ده كله أنا مش جايل منصب ده عشان نتلمع أنا مش فارق معي أصل الحاجات دي فده محمد رمضان واحد اتنين شخصية قوية جدا حازم جدا بشهادة كل الناس اللي اشتغلوا معامل زمان يا كل لعيبة اشتغل مع محمد رمضان كمدير كله يقولك ما بيهزرش ما بيهزرش خالص التالتة مهمة التالتة مهمة قوي انه رجل وهو حاسم وحازم جدا مهزب جدا يا برضو ما مش يخش يتخانق ويدرب ويكسر لا لا بالأدب والله انت غلط مخصوم لك كذا والله انت غلط تاني اتفضل مع السلام بكل أدب وأخلاق مش هتنرفز ومش هتعصف فاختيار جيد جدا من النادي العلي حاجة واحدة بس هو هي دي اللي هيثبته لنا الكابتن محمد رمضان معرفهاش هيعملها ولا لأ حاجة واحدة بس اللي انا معرفهاش انا شفت قلت لك كل المميزات دي ودي كلها مميزات تخليه ينجح نجاح باهر مع النادي العلي ولا متوقع ليه نجاح باهر حاجة واحدة بس مش عارف هيحصل فيها ايه هل الكابتن محمد رمضان عنده مساحة التطور بتاع الحياة بتاعتنا يعني يا كريم يعني اللاعب اللي في التسعينات كان التعامل معاه غير اللاعب اللي في 2024 مثلا في التسعينات مثلا كنت وقت تقول ايه انا هخش هلم الموبايلات في 2014 مش طف تعمل كده في التسعينات كان فيه برنامج مثلا بيطلع في مصر واحد فاللعيبة ما بتظهرش كل يوم في التلفزيونات ما كانش فيه سوشال ميديا ما كانش فيه الفلوس اللي بتتدفع لللعيبة دي كلها يعني فيه تفاصيل كتيرة هل هو قادر يواكب هذا التطور والتغيرات اللي حصل في الطبيعة البشرية عموما والتطور اللي حصل في الكون ده هيردلنا عليه كابتن محمد رمضان أثناء عمله في النادي الأهلي تصور يا طاقاي إنه هينجح طيب بالمناسبة كابتن سامي قمصان شناس سألت يعني تقبل هذا الخبر بصدر رحب يعني ما تضيقش هو قال أصلا إنه أنا ما كنتش عايز المنصب ده أنا بس وفقت عليه لأنه لجنة التخطيط هيا اللي طلبته مني فأنا بوافق عليها حاجة النادي الأهلي يطلبها مني لك أنا راجل بتاع أمور فنية أنا مش بتاع أمور إدارية ومش فارق معايا المنصب ده إطلاقا مش عايزه يعني أصلا مش بعض الناس قالت إن كابتن سامي قمصان حرام كده ويتزلم وملحقش كابتن سامي قمصان مش عايز المنصب ده وكان شايفه لود عليه وكان شايفه ضغط عليه كبير جدا وكان شايفه كمان بياخد من شغله الفني مع مرسل كورس فالكابتن سامي قمصان ما تضايقش إطلاقا إطلاقا في حكاية مهمة الشيء بالشيء يسكر طيب قبل ما نروح للحكاية الأخرى نكمل مع كابتن محمد رمضان اللي هيكون معايا دلوقتي ده زامله كلاعب وزامله أيضا كمدير كورة كابتن محمد رمضان معايا عبر الهاتف الآن النجم الكبير كابتن مشير حنفي نجم دفاع النادي الأهلي الأصبة يا كابتن مشير مشرف ومنور دايما بسعد بتواجدك معايا حبيبك كابتن كريم حبيبك ربنا يخليك وتحياتي لك وتحياتي لكل السابق للشاهدين يا ربي خليك قولي رأيك في تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا ببعض الاختصاص فيما يخص مدير الكورة بالشكل الأديم بس يا كابتن الكرار ده ونتأخر كتير جدا الكابتن محمد رمضان القيمة وقامها طبيرة جدا سواء كان لاعب معانا أو كان معانا مشرف عام أو كان معانا مدير الكورة هذا رجل متخصص ودارس وقاد النادي الأهلي قبل كده في كذا منصب يعني ومسك المدير الكورة ومسك بردكتور عن ناشئين وكان ناجح وناجح بنسبة كبيرة جدا فأنت عارف أن النادي الأهلي ما بياخدش كرار كده وخلاص ألا بياخد كرار بيكون مناسب مية في المية وفي الوقت اللي هو فعلا محتاجه احنا الفترة اللي فاتت طبعا تكلمت على سامي ومصان سامي ومصان أصلا سني ففي فرق بين واحد يبقى فني متفرغ للفنيات فقط لغير وفي واحد إداري متخصص في الإدارة فقط لغير فهو القرار صحي مية في المية وهو أنا شايف أنه كان متأخر كتير لأن الكابتن محمد رمضاني يعني هقول له هقول قدام الناس يعني هو حتى كمان أن معلم الكابتن سيال عم حصيز الإدارة وكاننا في الأكاديمية وكان معانا وكاننا في قطاع الناشئين وكان معانا فالكابتن محمد رمضان إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي وده كان متوقع لنا كأبناء النادي الأهلي من أول ما كتن محمد رمضان اختاروه في لبنة التخطيط فإحنا متوقعين أنه هو في أي أزمة في النادي الأهلي إدارية هيكون هو الموجود وهيسد وهيكون أداءه أدود لأن المكان دو عايز شخصية قوية المكان دو عايز اللعيبة عار فهيبة المدير الكورة دو وأنا يا رأي الشخصي أنه لازم يبقى كبير في السن هو سيد عمل طفرة كبيرة جدا طبعا في النادي الأهلي بس ما بيكون اللعيب قريب من سن اللعيب أو مدير الكورة قريب من سن اللعيب برضو اللعيب نحن تعارف اللعيب المصري يعني بيحب يهرج ويحب يتعامل معاه خارجيا إنما لما يكون هو كبير في السن وشخصية قوية بيبقى في حتة الخوف منه وبقى في حتة أنه هو عمله ميت حساب يعني إحنا جربنا الكلام ده كتير جدا مع الكابتن طرق سليم مع الكابتن صلاح حسن الله يرحمهم مع الكابتن سابت البطل أيضا مع الكابتن محمد رمضان فكبتن بيبقى فيه سقف عالي جدا بيننا وبينه مش سقف عالي بيننا وبينه كلاعيبة لا كمدير كورة وكشخصية قوية وكسن أكبر مني بكتير ايه يا كابتن مشير اه اه كابتن مشير ايه يا لو تسمح لازم يبقى فيه خوف اه لو تسمح ايه الصفات الشخصية اللي عند الكابتن محمد رمضان وانت تعاملت معه كلاعبة كمدير كورة ايه المواقف اللي بياخدها في أوقات معينة انت شفت وكنت شاهد على هذا الوضع عشان الناس تعرف كمان الكابتن محمد رمضان بشكله أكبر في منصب مدير الكورة او في منصب المدير الرياضي او في حاجة مهمة جدا 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 تشوف انا بقولها 3-4 مرات كابتن محمد رمضان بيمتاد بالعدل والعدل دول اساس كل حاجة في الدنيا مش في الكورة بس العدل دول انك تكون عادل بين اللاعبة كلها انك تكون عادل في القرار بتاعك انك تكون حازم في الوقت المناسب كابتن محمد رمضان عادل جدا وقراراته مش بتيجي كده وخلاص قراراته بعد الدراسة وانا عشرته طبعا في النادي الاهل كلاعب وكمدير كورة لأما بياخد قرار بيهب بياخد وقته طويل جدا في القرار عشان يبقى القرار سليم 100% ميطاعش قرار في عيوب فهو ميزة كابتن محمد رمضان بحطة العدل دي عنده في حياته عموما يعني وانت عارف ان اصلا الشخص اللي يبقى هو عادل ربنا بيكريمه وربنا بيينجحه تفتكله 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 موقف تفتكله موقف تفتكله موقف تفتكله موقف كابتن محمد رمضان ليه موقف كتيرا معنا كان لعب وكامدير كورة كامدير كورة كامدير كورة احسن حاجة فيه اما انسكنا كامدير كورة اللعيبة كلها بلا استثنى كانت بتحب لانه هو كان عادل شو بقى انت اللعيبة كلها بلا استثنى او جهاز او دكاتر او عمال تتعامل معا لانه هو الرجل السقف العالي اللي هو بيحبه كلهم بيش لعيب يقدر اقول انا انا بقاعد ان انا مبلعبش ان انا هو بيتعامل مع الظروف دي بشكل كويس جدا ودي من نجاح دي سبب هتبقى سبب وسبب النجاح ان تنسى تتعامل ازاي مع اللعيبة ولعيبة تكون بتحبك انما هو ليه مواقف كتيرة جدا يعني كابتن محمد رمضان ده حاجة بالنسبة لنا قيمة وقامة وحاجة محتارة ما يعني طبعا الكابتن الكبير كابتن مشير حنفي نجم النادي الاهلي الاصبك بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المدخلة طيب تعالي بقى في اللي جاي ده عشان امأجله شويتين تلات منذ انتهاء مباراة الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي في كأس السوبة الافريقي يوم الجمعة الماضية يعني يوم الجمعة تكلمنا يوم السبت اتكلمنا يوم الحد اتكلمنا نهار ده اتكلمنا عن الزمالك او هنتكلم عن الزمالك فالزمالك اولا ياخد حقه زمالك عمل مباراة كبيرة وبالمناسبة يعني الشيء بشيء يذكر يعني انا ضد الفكرة اللي هي بتاعت انه الاهلي مجاش فالزمالك كسب لا الزمالك كسب لانه الافضل وعلى لما الاهلي بيكسب مش هنقول لاصل الزمالك مجاش لأهلي كسب لأنه الأفضل اللي بيكسب هو الأفضل ما نجيش بقى عند الخسرين ونقوله أصله هو اللي ما كانش عايز يكسب فخسر المباراة لأ ما فيه طرف تاني كان أفضل في المباراة دي فالزمالك خد مننا وهياخد مننا كل التحية والتقدير على المستوى اللي تقدم في مباراة السبع الأفريكي والفوز المستحقة جدا ولكن نيجي للأهل وإحنا في رابع يوم أو ونتكلم عن الأهل شوية إحنا انتقضنا حاجات كتيرة حصلت في المباراة بالنسبة للعبين وقلنا ان كلها ما قدرش المباراة بشكل جيد وقلنا اللعيبة استهترت أو ما كانتش مركزة كويس كل ده الكلام ده قلناها قلنا ان الأهل لازم يكون عنده مدير كورة قلنا الكلام ده بس إحقاقا للحق أنا شايف مبالغات مبالغات في انتقاض ما يحدث في الأهل وكأن النادي الأهل بقدرت بجهازه الفني بلعبيه كلهم مجموعة من الفشل هذه المنظومة اللي من أسبوع وهم بيحتفلوا بالدوري كلنا قلنا المنظومة الرائعة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومدير فني مارسل كولر ولعبين مميزين اللي خدوا بطولات أفراقيا اللي خدوا بطولات محلية اللي عاملين رنع عظيمة جدا في السنوات الخمس والست الأخيرة رنع عظيمة كل البطولات كل حاجة فخسرت بطولة خسرت مباراة خسرت بطولة وخسرت مباراة بص بقى لا تحلالي هنا تحلالي هنا عشان عايز أتكلم براحتي بص الخطيب هو أسطورة بس مش قداري ناجح كولر لا 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 الساعات بيفتي وما شبع بطولات لعبين يا عم يشوف يا عم إمام وحسن ومش عارف مين كلهم لعبة مستعترة وكهربة والناس بتسهر والناس بتخرج على فكرة بيفتتحوا محلات وكافيات بقى لهم ست سنين وبيكساوا بطولات بغض النازل أنا رافض ده إنه لازم بإذنه عاجلكم بخبر دلوقتي بس ده كان عادي يعني بس كل حاجة في الأهلي بقت وحشة في مبلغات يا جماعة كل حاجة بقت وحشة في الأهلي وفجأة هو صحيح خسر بطولة من مباراة واحدة قدام نادي الزمالك الغريم التقليدي بس في الأول والآخر اسمها مباراة ويقسرها الأهلي وما كانش جيد فيها منشوط ست بيخسر مبارياته هو أعظم فريق في العالم هو ريال مدريد بيخسروا مبارياته بيخسروا بطولات في مبلغة من الأهلوية قبل المنافسين من الأهلوية نفسهم إنه كل حاجة في الأهلي باجزة لأنه النهار ده داخل شفت واحد كاتب عريضة كده على فيسبوك حد يعني معروف يعني لكن الإدارة دي لازم تتغير وكفاية بقى مش عارف إيه والكولر ده خد وقته خلاص ما ينفعش يوء ده أكتر من كده في النادي الأهلي وطأم اللعيبة ده كله إزاي الأهلي ما عملش صفقات بالجملة وكان مجموعة إيه ده ده لسه يا جماعة من أسبوع عشر تيام كانوا بيحتفلوا بالدوري ودرع وخيصة وكل الناس بتقول إنه أعظم نادي في الكون وجامد ومقصرين الدنيا خسر الأهلي بطولة وهو كان مخطئ كجهاز فني ولعبين في البطولة ديت المباراة مقدروهاش بشكل جيد والزمالك كان الأفضل بعدين في حاجة كمان ليه علاقة بالكوكب بالكورة كورة في الكوكب في الدنيا تعني بتي تلعب مباراة لازم تتوقع إن اللي قدامك ممكن يبقى أفضل منك في المباراة واحدة في المباراتين في عشرة أنت مش هتفضل الأفضل طول الوقت مش هتفضل الأحسن طول الوقت مش هتقدي طول الوقت وتاخد كل البطولات اللي في تكون ففي كثير مش بعض كثير من المبالغات في انتقاد الأهلي انتقد فنيا وقول إن المباراة دي ما قدهاش كويس بس كل حاجة بقت باجزة في الأهلي حاجة مضحكة جدا حاجة مضحكة جدا مش يعني مش منطقية حتى فحبيت أقولك كلمتين دول بس بعد ما الأول نقول إن الزمالك كان أفضل في كل شيء في المباراة دي الزمالك يستحق دائما وأبدأ التحية في المباراة دي طيب هكمل معاكم أخبارنا وأفكارنا النهاردة بس الأول أخد البريجو إيفاني واحد من أساطير كرة القدم في إيطاليا نجم ميلا ومدر منتخب إيطاليا الأسبق عبر زوم يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا لكم شكرا لكم جيد أما بالنسبة للميلان فبداية جيدة بداية جيدة الدول الإيطالي بشكل عام الموسم ده شايف المنافسة الفرق اللي ممكن تنافس عليه منذ البدايات كده اللحظت من الفرق القوي الانتر الانتر ميلان هو الفريق الأقوى هو الأقوى على الساحة الآن الانتر هو الأقوى عايز كمان أسألك عن الدول الإيطالي بشكل عام لماذا تراجع كل هذا التراجع في السنوات الماضية ووقت وجودك مع ميلان كان الدول الإيطالي هو الدول الأقوى في العالم لماذا تراجع الدول الإيطالي ما بين الدوليات القوية في العالم هو الدول الرقم واحد في العالم الآن الدول الإيطالي تراجع بعض الشيء في ترتيب الدوريات الكبرى في العالم لماذا وأن الدوري الإيطالي أتحدث أستطيع أن أحدثكم عن الفريق الإيطالي أما بالنسبة للدوري الإيطالي فحقيقة لا أعلم عنه شيء طيب سؤالي تاني نرجع للسؤال الأولاني الأولاني فيما يخص المنتخب الإيطالي هل أنت ترى أن المنتخب الإيطالي يؤدي بشكل جيد حاليا في زل الإدارة الفنية المتوجدة في الوقت الحالي دعني أتحدث بشكل أوضع كنت أقول أن الدوري الإيطالي أو عفوا المنتخب الإيطالي أعاد نفسه من جديد أعاد نفسه بطرق جديدة أعاد نفسه بمدرب جديد بلاعبين نقول أنهم لاعبين جدد أعاد نفسه بمنظر وبمظهر جديد ليعود من جديد مرة ثانية لا أعلم كيف يمكن أن أشبهه لكن هو كالسمك الذي يرجع مرة ثانية إلى الحياة مش دعني المنتخب الإيطالي إلا أنا فهمت صح هل تتحدث عن المنتخب الإيطالي مفهوم طيب أنا عايز أقالك كمان عن المنتخب الإيطالي في الماضي كان المنتخب الإيطالي مليء بنجوم العالم بأفضل اللاعبين في العالم في المنتخب الإيطالي في بعض اللاعبين الجيدين ولكنهم ليسوا نجوم العالم أهم اللاعبين في كرة القطر لماذا؟ وبالنسبة لهذا السؤال من الصعب إجابة أجد إجابة دقيقة على هذا السؤال في الماضي لعبون كانوا بلياقة عالية إمكانيات خارقة وإمكانيات عالية الآن الوضع تبدل عن الماضي كثيرا لكن أظن أن هناك بعض الأسباب لكن أقول أننا ننمو من جديد كما قلت لكم في إجابة السؤال السابق أننا نبدأ حياة جديدة نبدأ عصرا جديدا للإزدهار عايز تلك عن بطول الدولي أبطال أوروبا رأيك فيها إيه؟ بالنظامها الجديد رأيك إيه في النظام الجديد لبطول الدوري أبطال أوروبا؟ ما فيش مشكلة نسألك السؤال مرة تلتة رأيك إيه في النظام الجديد لبطول الدوري أبطال أوروبا؟ ممكن لا سأل سؤال آخر خالص من في رأيك المرشح أو المرشحين الأقرب للفوز بدورة أبطال أوروبا هذا الموسم أظن هناك فرق عديدة فرق كثيرة مرشحة وبقوة في العادة ريال مدريد فريق في الحقيقة فريق قوي جدا وبه الكبار من اللاعبين رأينا المباريات الأخيرة كيف كانوا يتألقون وهناك أيضا منشستر سيتي كلها فرق كبيرة وأسماؤها كبيرة ويسعون دائما إلى الأمام وينطلقون إلى الأمام وبجدارة في الحقيقة ولا أستطيع أن أحدد فريقا بعينهم من وجهة نظري أنا أظن أن ريال مدريد يحاول أن يحسم الأمر بجدارة ريال مدريد أريد سألك وفرصة وأنا معي واحد من أساطير كرة القدم في إيطاليا سألك عن لعبنا المصري الكبير محمد صلاح رأيك إيه في المسيرة المسيرة اللي أقدمها في كرة القدم هو لعب فوق المعت فوق الطبيعي لعب كبير جدا لعب بإيطاليا لفترة كبيرة وحقق الكثير من الإنجازات ورأيناه قد تألق بجدارة وأنا لا أعدها بداية لمساراتي الكروية وأنا قلت سابقا عن محمد صلاح في تصريح صحفي أن طريقة لعب محمد صلاح غير الطبيعية وغير المعتادة بالنسبة حتى لإيطاليين البريجو إيفاني نجم ميلا ومداري منتخب إيطاليا الأصبع كلا بشكر حردك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وهذا اللقاء عبر زوم وحمن الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة القدم الإيطالية طيب نروح بقى لكواليس قرار تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي تعال نروح يلا بينا مش موجودة معنا هنا طيب بص القرار تم اتخاذه خلال اليومين الماضيين حيث قبلك الكابتن محمود الخطيب محمد رمضان بالأمر في جلسة خاصة قبل اجتماع اليوم الكابتن الخطيب تواصل مع مرسل كولر المدير الفني واتفق معايا على الأمر لإنقاذ الموسم في بدايته على الصعيد الإداري ولفريق كرة القدم كابتن محمود الخطيب أكد لكولر أن رؤية إدارة النادي والآن التخطيب كانت وراء اختيار محمد رمضان لهذا المنصب عشان يحكم سيطرته على زمام الأمور داخل غرفة الملابس محمد رمضان هيتواجب بشكل طبيعي على مقاعد البتلاء رفقة الجهاز الفني حتى هذه اللحظات هيكون كمان متحدث رسمي باسم الجهاز الفني أنا هو اللي هيتكلم بس كابتن سامي أمصان استقبل الأمر بشكل جيد جدا خاصة لو أنه كان عنده ضغوطات كبيرة جدا بسبب صعوبة المهمة بجانب عمله كمدير أو كمدرب عام وده كان عمله بعض الإرهاق جدا الفترة اللي فاتت بس هو ما كانش عايز يعترض على الأمر هو كان قايل قريدي كابتن سامي أمصان المقربين منه منذ بداية تواليه هذا المنصب أنه مش قادر يجمع بين المنصبين خاصة أنه المنصب التاني هو عمل إداري وهم بيحبش العمل إداري هو فقط يحب العمل الفنشي دي الحكاية في نقطة في نقطة مارس الكولر وجود محمد رمضان مديرا رياضيا أو مدير للكورة أو أي شكل دي حاجة مش هيبقى مرحب بها أو شيء هتقول لي انت ليه عمل أزمة لا هي مش أزمة هو ده كان الاتفاق انتو فاكريني ديلي اللي اتعمل هنمشي الجوادي المترجم بتاعك طب ماشهوا لي خالد بيبو لده رأيت له هنمشي الجوادي قال لهم طب همشي خالد بيبو فقال لي اتنين ماشوا خالد جوادي وخالد بيبو ده كان الاتفاق فدلوقتي الاتفاق ايه غير جبنا لك مدير رياضي مش مدير كورة انت قلت مش عايز مدير كورة فجبتلك مدير رياضي طيب هل بقى مارس الكولر هيقبل ان محمد رمضاني بقى موجود معاعدكك هنشوف الايام اللي جاية لو سألتني لو سألتني لازم يقبل لازم يقبل حتى لو ما بيشوفش ده في بلاده وبرق هنا الوضع مختلف لمصلحة مارس الكولر لمصلحة الفرقة لمحمد رمضاني يبقى موجود عدكك عادي ويبقى موجود جوا الفرقة وفي قط اللبس وكل التفاصيل دي مش موجود من بعيد فاعتقد هيقبل يبقى محمد رمضان في النهاية يعني هيقبل انه يبقى موجود عدكك لجنة التخطيط في النادي الاهلي بالمناسبة النهاردة قبدت غضب من مارس الكولر المدير الفني للأهلي ليه هو مش عاجبهم طول فترة الراحة السلبية اللي خدها الفريق بعد مباراة السوبر المرس الكولر يده للفريق اسبوع بعد مباراة السوبر بس ده كان مخطط ليه من قبل لعب المباراة وهم عارفين انه ده مخطط ليه من قبل لعب المباراة كده كده الفريق هياخد اسبوع بعد السوبر هو اللي مدايق لجنة التخطيط ايه فبما انك خسرت المباراة وبما ان كان فيه اخطاء واضحة في المباراة فإسبوع كتير عشان ترجع تاني وتصحح الأخطاء قبل السوبر المصري خاصة أنه يبقى فيه معسكر للمنتخب في النص فكانوا عايزين إسبوع ده يشافوه كتير بس مش حكاية يعني مش قزم مش مشكلة وقالوا حتى للكابتين ساهمه ومساكوا تتحولت تفاهم مارس الكورورة أو تقنع مارس الكورورة أنه يقال الموضوع لإسبوع ده شوية بس اللعيبة خادت الأجازة ولما صدقت ومكدبش عليكم يعني أنا لو ما كان مارس الكورورة كنت عملت كده لعبت النادي الأهلي بتشمشم على يوم أجازة من أكتر اللعيبة اللي في العالم بتلعب مباريات كتير وبتلعب تقريباً السنة كلها فكلما يبقى فيه فرصة أن أم ياخدوا أجازة يديهم أجازة حتى لو الفرقة خسرت بس ما حتيجي الأجازة عشان يرجعوا يكسبوا ده رأيي فأنا مع مارس الكورورة مش مع لجنة التقديد في الجزئية دي طبعاً أكيد هما نجوم كبار وقضرة يعني بس اللعيبة الآية تحديداً تحتاج الأجازة دايماً يعني لما يبقى فيه وقت ينفع يتاخد أجازة طيب فاكرين الحكاية بتاعت عمر الساعي لما انتقطتها وقلت أنه ماينفعش ينزل الستوريو وعامل كده الآية رقم واحد وعامل كده يعني قول رقائه رقم واحد بس تعملش كده دايقتني بصراحة وقلت ساعتها أنه لو كان فيه مدير كورة كان هياخد قرار صارم ضد عمر الساعي تمام؟ تمام الأهلي بقى ده خبرنا في رقم عشر يستعد لإصدار قرار بمنع ظهور اللاعبين في المناسبات أفراح وافتتاح مولات ومطاعم دون الحصول على إذن مسبق في هذا الشأن وهيتم منع التعامل مع السوشيال ميديا أو الظهور في فيديوهات أو التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تام وهيبقى فيه إجراءات مشددة على أي لعب ما يلتزمش بالتعليمات دي وهيتم خصم جزء كبير من مستحقاته المالية برافو النادي الأهلي برافو النادي الأهلي ما تسحش من النوم عايز تحط بوست ستوري قصة حكاية وتهزر وتدحق أنت مش شخص عادي لاعب النادي الأهلي مش شخص عادي ولاعب النادي الزباق واللاعب عمتان اللي ليه جمهور أنت مؤثر فالحاجات اللي أنا بعملها أو واحد تاني بيعملها يخش يزع يدايق يهزر يضحك يقصب جبهات ده كل اللي أنا أعملها أنت فيه ورق جمهور كبير جدا بياخدك مثلا وقضوة ممكن تسخنه تنرفزه تعصبه ممكن تخليه استفاز فأنت كل كلمة منك وكل حركة منك وكل خطوة منك بحساب هجماعة الحاجات دي في العالم بتديرها شركات تعارف مثلا مثلا يعني ميسي ولا كريستيانو ولا نمارو الأسماء الكبيرة دي هل أنت مثلا بتشوف لهم صور فأفراح كده وقفين وبيرقسوا بيهيسوا وبتاعوا بيش أنا أي خطوة باخدها شركة معايا بتقول انت هتاخد صورة في الحتة الفانية لا ماينفعش تاخد الصورة دي لا تاخد الصورة اللي مش عارف ايه ماينفعش تروح المكان ده ماينفعش تروح مش عارف ايه وكي انت بتسحى منهم بتقول انا هروح فين النهاردة ولا يفرق معاك كاميرا ولا صورة ولا حكاية ولا بوست ولا كلمة كلام العشوائي دي في ادارة نفسك دي مضرة جدا لنفسك قبل ما تبقى مضرة لناديك المرة دي بتضر للاتنين بتضرك وبتضر للنتيج بس خد بالك انت انت لازم تدير نفسك بشكل اسكى من كده ده اي لاعب مش لاعب النادي الاهلي بس طيب محمود الخطيب ناوي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ناوي يعمل جلسة مع لعبي النادي الاهلي في حضور الجهاز الفني مطلع الاسبوع اللي جاي على طول كده كابتن محمود الخطيب بلغ كابتن سامي قمسان مدرب الفريق وقال له ان انا هتواجد في احدى التدريبات الاسبوع القادم وهعود مع اللاعبين في جلسة خاصة عشان نصحح المصار ونشوف ايه المشاكل ما قبل مباراة السوبر او مباراة السوبر المصري وما بعد مباراة السوبر الافروج عايز يلم الدنيا الكابتن محمود الخطيب يلا تعالوا بقى اقولولي ايه اللي حصل لكم انا متخيل متخيل كابتن محمود الخطيب واقف قدامه لعبة النادي الاهلي او حواليه وبيقولهم التالي ده تخيال انا خيالي بيقول لي كده اجماعة النادي الاهلي مفهوش هزار النادي الاهلي مفهوش مش مشكلة بطولة النادي الاهلي وراءه جمهور مش بيشبع بطولات النادي الاهلي لعبته لازم تبقى ملتزمة النادي الاهلي مفهوش لاعب يحب مصلحته الشخصية اكتر من مصلحة الفريق انتم ما عندكمش فرصة لمصالحة الجماهير غير انه تكسبوا كل البطولات اللي جاي في الموسم الجديد كلها تصوري بنسبة 90% واكتر ده الكلام اللي الكابتن محمود الخطيب هيقوله طيب انت عرفت من اينا كريم الكابتن محمود الخطيب هيقوله الكلام ده يعني انت بتجود عشان ده النادي الاهلي يعني لو حد غير كابتن محمود الخطيب هيقوله الكلام ده اي واحد في النادي الاهلي هيقوله الكلام ده اي واحد مسؤول في النادي الاهلي ده اللي بتورسوه في النادي الاهلي جيل بعد جيل شخص بعد شخص ده الكلام ما بيتغيرش عشان كده انا متوقع او قري مصدر طبي في النادي الاهلي وضح لنا فترة غياب محمد هاني عن الفريق محمد هاني هيغيب من شهرين لثلاث شهور عشان يتعافى من الاصابة بجزء فيه الرباط الصليبي الخلفي للرقبة واللاعب هيبدأ العودة للتدريبات ان شاء الله التدريبات الجماعية في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر القادم يعني انت بتتكلم انه هاني خلاص بره بطولة او بره مباراة العين في الانتر كونتيننتل ممكن مباراة اللي بعدها كمان لو ان شاء الله الاهلي يتفوق على العين هيبقى بعيد كمان عن مباراة السوبر المصري بعيد عن انتراكة الدوري اكيد خسارة كبيرة للنادي الاهلي غياب محمد هاني بس المركز ده في النادي الاهلي فيه العيب يعني عمر شغال كويس اكرم ممكن يلعب في المركز ده بالمناسبة اكرم توفيق غالبا هيبقى موجود في التجمع القادم لمنتخب مصر في مركز الزهير الايمن يعني كابت حسام حسن حاطت عينه على اكرم توفيق كاساسي في مركز الزهير الايمن في المنتخب في المعسكر القادم دي معلومة طيب مباراتين يقدر يبص فيه على كل الفرقة واللعيبة كمان اللي ملعبتش الفترة الماضية استعداد كويس النادي الاهلي تلقى خطاب من الاتحاد الدولي بيختروا فيه بتسلم الفريق الفائز في مباراة الاهلي والعين ببطولة كاس انتر كونتنينتل يوم 29 اكتوبر كاس خاص بالمباراة اسمه كاس الاتحاد يعني الاهلي ان شاء الله في استاد الكهارة لما يكسب العين ان شاء الله باذن الله هيرفع كاس هيرفع كاس وهياخد اثنين مليون دولار كمان يلا بالمر كاس واثنين مليون دولار مباراة صعبة مباراة الان دي صعبة جد بس لما مباراة تبقى في استاد الكهارة قدام كل جمهيل النادي الاهلي غالبا مش تبقى صعبة بس على مستوى الفلئتين وقوة الان لا ينفرق محترم جدا وقوة جدا بطل اسيا وعنده اسماع رائعة جدا طيب نروح لنادي الزمالك اتحاد الدولي لقرة القدم اخطر رابط بوخارست الروماني النهاردة بشكوى نادي الزمالك ضد اروين بوبينزا لاعب الفريق الجديد فيفا طالب النادي الروماني انه يوضح موقفه من المستندات اللي قدمها نادي الزمالك في شكوى اللاعب اللي هي ايه بقى اللي تضمنت اتفاقه او اتفاق وقعه اللاعب والزمالك ايضا وكمان الزمالك احتكم في ملفه الى الاتحاد الامريكي اللي ارسل البطاقة الدولية الى الاتحاد المصري بشكل طبيعي عشان يتمكن الزمالك من قيد اللاعب وفي المقابل الاتحاد المصري رفض ارسال البطاقة الى الاتحاد الروماني حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة بحسب معلوماتنا النادي الروماني هيطلب منح بوبينزا بطاقة مؤقتة عشان يشارك مع فريقه الجديد وبعد كده يشوف الوضع ايه في القضايا طيب افرد القضايا دي حسمت لنادي الزمالك الزمالك هياخد كام ان شاء الله تحسب لنادي الزمالك وإما الزمالك دفع ديون وقضايا وقصص بحاجات شبه كده وقت الزمالك بقى ياخد حقه فالزمالك لو كسب القضايا دي هياخد 2.5 مليون يورو 2.5 مليون يورو بوبينزا بقى وندية فعوهم بوبينزا يشيلها الواحد وندية يشيلها الواحده مناش دعوة بس احنا نقول الزمالك يخشلها 2.5 مليون يورو قدام بوبينزا مجاش براحتك عن بوبينزا الزمالك عنده ناصر منزي راجل يعني عاده يدوره على بوبينزا فالاخر ناصر منزي هو اللي جاب البطولة لعب كبير ومحترم ومهزب جدا يعني طيب بحسب مصادرنا في نادي الزمالك في مكالمة جامعة الكابتن حسين لبيب حكيلك الوضع يعني مكالمة بين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ووالد زيزو بعد ما الزمالك توجه كابتن حسين لبيب عايز ينجس في الموضوع ده كلكم عمين تتكلموا فين تجديد زيزو فين تجديد زيزو كابتن حسين لبيب قال لك لا لا هنخلص زيزو مهم وزيزو عايز يكمل مع نادي الزمالك فهنخلص الحكاية طيب المكالمة دي فيها تحديد لمعاد جلسة هتقام في ملزل كابتن حسين لبيب مع زيزو والده عشان ينهو كافة الأمور فيما يخص التعاقد في تقالب في وجهات النظر حول الراتب السنوي اللي هيحصل عليه زيزو بنسبة كبيرة هيتخطر خمسة واربعين مليون جنيه في الموسم سيبك من حكاية الميت مليون في الموسم دي وش موجودة خالص عشان بس الناس كده بتقولها هو هيبقى يعني تصور يعني من خمسين لستين مليون في السنة ده غير الإعلانات والامتيازات الخاصة بالبطولات فوالد زيزو قال لكابتن حسين لبيب كده كده زيزو عايز يكمل معناد الزمالك وكده كامش يبقى فيه نقط خلاف كثيرة لأنه الراجل خلاص حسن موقفه هو مكمل أو مكمل مع نادي الزمالك عقلية برضو زيزو نادرا نادرا جدا لما شوف لاعب ما يبصش بس للفلوس بقى أنا كتير ما شوف نايج دي كتير قوي فزيزو بيعمل كده مع نادي الزمالك بصراحة شديدة زيزو لو كان خرج من نادي الزمالك كان هياخد ثلاث واربع أضعاف على الأقل اللي هياخده في نادي الزمالك على الأقل كان بييدوا أنه يخرج ثلاث أو أربع أضعاف اللي كان هياخده في الزمالك بس الراجل حرفيا شاري نادي الزمالك واضح يعني واضح وهياخد مقابل كبير ما برضو ايه بعد ما هيتم التعاقد أو تجديد التعاقد يقول لك يا عم ملحق دي زيزو بياخد سبعين تمانين مليون طيب إدارة نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية جداً مع مصطفى أشرف مصطفى أشرف كل شيء بنسمع عن مصطفى أشرف سواء زمالك أو أهلي مصطفى أشرف لعبنا المحترف في صفوف بروسي منش جلاد بخ في الدوري الألمانش لعب وسط ولعب وسط جيد بحسن مسؤول في نادي الزمالك قال لنا إنه النادي أتم اتفاقه بالفعل مع اللعب والاتفاق كان على بنود عقده وكمان تم إرسال تذاكر الطيران له عشان يصل الكاهرة خلال الساعات اللي جاية لاستكمال المفاوضات وفي الوقت الحالي بيحاول الزمالك يخلص كل الأمور مع النادي الألمانش لعيب جيد لعيب جيد ولعيبه الزمالك هتبقى صفقة جيد هو طول الوقت صفقة أشرف رايح الزمالك لا لا رايح الأهل لا لا رايح احنا بقلنا تقريبا بتاع سنتين كده فيبدو كده إنه هو قريب من نادي الزمالك أكثر من أي وقت مضى يعني طيب إدارة نادي الزمالك اتخذت قرار جديد مع سامسون أكينيولا رفضوا منحوا جواز السفر جواز السفر الخاص بي خايفين إنه هو يهرب ويقدم شكوى ضد النادي خصوصا إن اللاعب طلب جواز السفره في الأيام الماضية وحسن مسؤولي الزمالك قالينا إن الزمالك بيتمسك بحل أزمة سامسون أكينيولا بشكل ودي عشان النادي مايروحش الأزمات الجديدة في الاتحاد الدولي وغرامات الجديدة يعني ما تسافرش يا عم و تسمنا استنى هنخلص لك حكايتك قعد هو الزمالك بيقولك هيدا قعد أصبر مش لازم تروح ترفع علاية وتعمل لها مشاكل تالش طي خلص الزمالك الزمالك مش يخش في مشاكل تاني أنا بأكد لك يعني الناس دي خلاص شبعة مشاكل اللي بيديرو في نادي الزمالك خدوا قرص صعب جد طي ما هيقولك هبشي حوط نفسي في الزمالك الزمالك النهاردة أعلم بشكل رسمي التعاقد مع جيفيرسون كوستا من غينيا بيسيا ومدافع أكدامية كاستيلو برانكو اللي بيحمل الجنسية البرتغالية لمدة أربع مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية اللاعب وقع العقود الانتقال لنادي الزمالك بعد مكتاز الكشف الطبي من كام يوم زماننا محمد داود كان جايب لقطات لللعب من اللقطات اللي أنا شفتها دي هو لعب جيد هو بيلعب تحت السن موليد 2005 بس يعني عنده 19 سنة داخل على 20 تصوري مش من اللعيبة اللي هتخش في الفرقة بسرعة هيبه محتاج صبر يعني لسه عنده نواقص مدافع جيد شفت أنا وانا بفرجة مثلا هو من أهم مميزاته انه بيلعب كرة كويس يعني بيعرف يطلع بكرة كويس بسر كويس لكن على مستوى التمركزات والتواجد في منطقة الجزاء عنده بعض الأخطاء دا يا مفهوم في شوية طلعاتات شفناها ممكن برضه عشان صغير في السن ممكن برضه على المستوى اللي بيلعب فيه تصوري مش من اللعيبة اللي هتخش على طول والده يطالك مع نادي الزمالك بس محتاج شوية وقت من الزمالك للإسماعيل النادي الإسماعيلي النهاردة أعلن تعيين الكابتن الكبير كابتن شاوي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لرحمة الله عليه الكابتن إهاب جلال بحسب مصادرنا في النادي الإسماعيلي قالونا أنه قرار تعيين كابتن شاوي غريب جه بالتصويت وافق أربع أعضاء على تعيينه اللي وافقه على تعيينه فرج عمران نائب رئيس النادي شاوي عود ومحسن عبد المسيح ومحمد جمال أعضاء المجلس في حين نصر أبو الحسن رئيس النادي ومصطفى شل وحمد عبد الرحمن كانوا ضد القرار كابتن شاوي غريب عمل اجتماع مع النادي الإسماعيلي واتفقوا أن العقدة هيكون لمدة موسم وياخد مليون جنيه في الشهر مليون جنيه في الشهر فيه اتجاه أن الكابتن محسن عبد المسيح هيكون المشرف على الكرة مع الكابتن شاوي غريب اسم كبير برضو كابتن شاوي غريب بالتوفيق للنادي الإسماعيلي مهم جدا أن الأمور تبقى هادئة وعلى فكرة فيه ميزة في شاوي غريب يعني لا أتصور اللي اختار شاوي غريب اختاروا للسبب ده وأنا مع الناس اللي اختارت شاوي غريب على فكرة للإسماعيلي في الظروف دي هتقول لي ليه الإسماعيلي الآن يعتمد على كثير من اللاعبين الشباب شاوي غريب من أفضل الناس اللي بيشتغل مع اللاعبين الشباب يعني مثلا كابتن إعاب جلال كان يعرف يتعامل مع اللاعبين الشباب بشكل ممتاز جدا وقدر يتعامل ويطلع نجوم في الفرقة كويسين رحمة الله على الكابتن إعاب جلال كان فيه ترشحات كثيرة مع الكابتن إعاب جلال كان أنا شخصيا عندي تحفظات عليها مش عشان هي أسماء قليلة بس هل هتتعامل مع الموجودين دول في الإسماعيل ولا مش هقافوا يتعاملوا كابتن شاوي غريب تصوري هيعرف يتعامل تصوري يعني بيعرف يتعامل مع الشباب بشكل رائع جدا يعني اللاعبين الشباب نحن لسا بكمانين مع حضاتكم بعد الفاصل هشرفني وي نورني الكاباتن الكبار كابتن أحمد عادل كابتن كريم زكري خليكم معنا يعلن بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وي نورني فيها زي الفاكرة كاباتن الكبار كابتن أحمد عادل كابتن كريم زكري كابتن أحمد منور الدنيا وحشنا فلاقة معك ودائما بس عدوانا موجود معاك وسعيد طبعا مع حبيب النجم كريم زكري حبيب يا كيمو منور الدنيا وحشنا جدا بنورك كيمو مبسوط أن أنا معك النهاردة ودائما متقلق ومبسوط أن أنا مع شخصية محترمة يعني اللي أحب بيعتز بالصداقة أحمد من العيوة المحترمة اللي تواجدت في الملعب وثبت بصمة وفي نفس الوقت لسه مكمل ومن الشخصيات المحترمة الهايدي اللي ما تسمع لوش صوت كتير اللي هو ممكن يتكلم قبل ماتش أهل وزمالك أو بعد ماتش أهل وزمالك ممكن يفرح جمهور الأهلي بس ما يزعلش جمهور الزمالك صحي كده؟ أنا بحب النوعين السببب لا إيه؟ الترند لا هو ليه بقى هادي؟ ليه أحمد آه خلاص عدى الاربعين صحيح أنا ما تقولي هو عشان عدى الاربعين إحنا قبل ما نخش على الأور كنا بنتكلم مع أنا وأنا والكابتين كريم خلاص رايحين للمس الاربعين احنا 85 قبدو بعد فالكابتين أحمد عدى اللمس الاربعين فبنقول الحياة في الاربعين عاملة إزاي؟ فالرجل عمال يقولي السلام النفسي والجمال صح كده؟ في تحول إيه الفرق والله على الأقل حتى في مستوى الكلام والحوارات والسخونة في الكلام لا وانت يعني أنا بالنسبة لي لما عديت الاربعين بس دي بصراحة وحسيت بسلام نفسي ان انت اي حاجة هتحصل مشكلة معك فانت بتاخدها بعادي يعيش و سيموني يعيش اه مش مش هاخد العفوية اللي بتاع الزمان وإحنا صغيرين واخدها على شدة أعصاب بس أنا بتحكم العقل أكتر من الحركة كابتن كريم لسه بقى في الحتة اللي هي مبتاعدة لسه مقدار شخص أنا وانت بقى نتعلم من كابتن لا 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 كريم بصراحة من زمان وتحس ان هو شخصية يعني مسابقة سنة ان هو حتى و احنا بنلعب وبعد كده الكارير اللي اخده في الادارة بس دي بتفرق عارف غريب قوي برضو كريم زكري لو بتشوف هو بيلعب اجريسيف جدا قوي جدا وفي نفس الوقت كان لعب مهزب يعني عادة الناس اللي بتبقى اجريسيف وقوي دول كده بيبقوا مشاغبين والله أنا عايز قول لك كلمة كريمة عشان نلخص القصة دي كلها أنا راجل عندي قناعة اننا جاي الدنيا وماشي بس هل وانت ماشي انت هتسيب كده كده في ورث انت هتسيبه الورث ده ايه السيرة الطيبة بالزبط بس كده ولا فلوس ولا شهرة ولا اي حاجة من دي خالص لا السيرة كويسة فأنا دايما من اول ما تميت 16-17 سنة فهمت الدنيا بعدت مرحلة المراكبة لان مرحلة المراكبة تبقى كسبة مختلفة شوية فمعدت مرحلة المراكبة مع ان انا كابتن فريق مع شلت مسئولية مع النادي المصري بدري وكابتن منتخب ايه والصعدت مع اللي اكبر مني في المنتخبات وشوفت عاية كترة جدا اكتشفت طب وبعدين في الاول الاخر ايه لا يحصل ما انا كايكة هسيب ايه وماشي بس الهايفرق هنا ان انا النهاردة لما هامشي لأ لا كريم زجرة كان محترم لأ مزعلش حد فده اللي باقي في الدنيا لازم كلنا نفهم كده وخصوصا يا كريم يعني انا عايز بس نروح في حتة تانية في نفس السياق ده يلا براحتك وخصوصا لما يتعلق لك المايك ده المايك ده بتمنى الله المايك ده بتمنى مسئولية مسئولية ايه مش ما بيني وما بينك مش ما بين العباد ده ما بينك وبين ربنا صح كلمة اللي انا بقولها على اي لاعب على اي مسئول في الوسط الرياضة انا طالع هتكلم في الرياضة مش هتكلم في الفن فانا باكلمك في الوسط الرياضة اي كلمة هقولها لازمين ليه او اي حد او اي انتقاد انا ما اتخده لازم يبقى محسوب لأن الكلمة دي ممكن تنيم أسرة بحالها بتعيط تخيل مش اللعب بس وانت النهار ده ولا اللعب ده عبارة عن مين عن زوج وأطفال وأب وأم وخال وعم وإخوات فما بالك كم واحدة هيتنكد بسبب كلمة أنا قلتها عليك وحشة لأ وجمهور بقى وناس وده التوابع بتاعتها أن الجمهور في وقت من الأوقات بينصق لكلام الإسفاف إزا ما لك كسم السوبر ليه؟ آه على طول؟ على طول نحن نقول ده وعلى طول ده نحن نقول لك كلام حلو قوي في الدنيا وفي الأخرة وكل حاجة لذيذة الحمد لله لسه بتكلم أنا وحمد دي ممكن قبل ما نخش على الهوى المباراة ما فيهاش فنيات كتيرة خالص أنا عندي قناعة من زماني قلت لك الكلام ده هنا من أول ما جميز مسك قلت لك ده مدرب كويس جدا لكن يبقى في الأول الآخر إن الزمالك دخل المطش كفته أقل شوية من النادي الأهلي فأنت مستني فنيات هتظهر من النادي الأهلي بشكل كويس مستني الدوافع مفروض تكون عند النادي الأهلي كبيرة جدا لكن المباراة ما كانش فيها فنيات كتيرة جدا لكن جميز قدر يقفل ملعب بشكل كويس جدا قدر يعتمد على المساحات خد ريسك كبير جدا إن هو يلعب ببنتك خلي بالك طبعا دريقهم واحد ريسك وكسبه وكسب الريسك الريسك الثاني اللي خده اللي أنا ما كنتش معاه فيه ومش عايز أقوله هو صح لأن المرابر ده ما فهاش فنيات كتير إن أنا دايماً أفضل ألعب النادي الأهلي بدون جوا محمد شحطة في وسط الملعب لازم أقفل اللي عنكم بشكل كويس جدا يكون عندي اتنين دفندرات بيعرفوا يفتكوا الكرة في نص الملعب بشكل كويس هو فكر بطالة تانية هو فكر بطالة تانية أنا عايز دايبة كويلة تطلع بالكرة بشكل سليم ويعتبر نجح فيها طبعا إن هو يصل التعادل ليك صدر بالجزاء نجح فيها طب الزمالك كسب ليه الزمالك كسب عشان اتخلق له دوافع كتيرة وجديدة قبل المباراة جديدة جديدة هو النهاردة الزمالك عارف من فترة إن هو هيلعب الأهلي في السوبر صح لكن ما كانش أحمد بلال طلع قال إن نادي الزمالك مايروحش ده نجبي كبير وكل كلمة محسوبة عليه ممكن يا سأتسأل المضادة تكرر يعني حتى تكرر في حديث جانبية بعيدة عن الهوى كمان صحيح هو الزمالك كان مستني كابتر أحمد بلال يقول حاجة عشان يكسب يعني هل الكابتر أحمد بلال يكسب الزمالك وخاصة لأهلي ما برضو أنا حسين الموضوع بيكبر قوي عند الكابتر أحمد يعني قال تصريح طفاقنا اختلفنا واختلفنا طبعا طبعا ما أكيد مش أي حاجة فيها تقليم من نادي الزمالك هيبقى حاجة مش مقبولة بس هل هو ده الحكاية كلها؟ هي جزء من حكاية آه ليه؟ لأن برضو إحنا بنتكلم وبقولك أي كلمة بتوصل بتوصل للعيبة وأسر اللعيبة ودايمن اللعبة لما تطلع في التلفزيون أحمد يقولك لا أنا مش متابعة أو أنا مليش في السوشال ميديا لا اللعبة كلها كدبة اللعبة كلها متابعة السوشال ميديا متابعة البرامج الرياضية عارفين القنوات عارفين المحللين كل كبيرة وصغيرة بتوصلهم وأكبر دليل شكبالة تلعب على دلماتش قالك الناس اللي انتقدتنا ردنا عليها فأصبح إن الكلام اللي بنقوله دلوقتي وأي تصريح بيطلع من نجم سواء أهلي أو زملك أو أواتفر أي نادي فده بيوصل للعيبة فأنت خلقت دوافع كتيرة جدا والتوابحة زي ما احنا قلنا كده في جمهور بينصاك ورحمة بلال في جمهور بينصاك وراء كريم ذكرى لو قلت أي ترند اللي الناس تفرح به وانت عارف الناس بتحب نغمة الترندات فكان دفع كبير جدا لعيبة الزمالك دوافع كتيرة جدا إن أغلب الناس ما كانتش بتوقع لهم ما يكسبوا فنيا والمستوى اللي كان ظهر بالزمالك قبل ما يقابل الأهل والأهل المستوى القوي جدا اللي كان بيقابل بلزمالك الصفقات اللي ما كانتش ترضي جمهور الزمالك أو على قد زي ما بيقولوا والنحية الثانية صفقات جبارة وشايفين لعيبة كتيرة جدا وفي استقرار وفي بطولات فالكفة كلها كانت راحة عند الناد الأهل فده خلق دوافع كتيرة جدا عند الناد الأهل وأثر بالسلب أنا أسف خلق دوافع للزمالك وأثر بالسلب على الأهل أنا مش عايز أقول أثر بالسلب على الأهل إيه لأن أحمد هتكلم في النقطة دي عشان لسه أنا 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 مختلف معي على فجأة عشان شايف فيها معانيات تحديدة من جزيزي جميسي عمل شغل محترم جدا ليه الأهل خسر المباراة؟ خسر لأن بص أنا ممكن أكون مختلف مع بعض الأراء اللي كل الناس بتقولها إن آه في دوافع الزمالك داخل بدوافع والأهل داخل بدوافع بس الرغبة كانت عند الناس زمالك أكبر الفيديوهات التحفيزية اللي حصلت آه أوكي حصل قبل كده في مباراة القضية إن برضه حصل مع الزمالك إن كان فيه فيديوهات تحفيزية وكل حاجة والزمالك خسر المباراة مش شرط إن أنت تكون أفضل في المباراة فتكسب لأن المباراة دي بتبقى لما بنتكلم عليه مباراة أهلي وزمالك بتتكلم في حالة بتتكلم في حالة اللعبة يوم المباراة ملهاش علاقة الأهلي ماشي كويس في الدوري أو محقق كل البطولات زائد إن على الجانب الآخر الزمالك ماشي مش كويس عنده مشاكل إدارية عنده مشاكل في القيد لكن أنا بشوف تدخل مستر جومز في المباراة كان أفضل بشكل كبير جداً من مستر كولر رح أتكرن اتنين مديرين فنيين مستر كولر عنده ثوابت والثوابت دي أنا بعض الأوقات بابقى ضده إنه هو دايماً الثوابت دي مش في كل مباراة لازم بقى ليك تدخل في تغييرات في وضع تشكيل في حالة لاعب يوم المباراة في اعتمادك بشكل كبير جداً على لعيبة معينة وارد النياب بقى لها فترة ممكن ما تكونش في حالتها فأنت تبدأ بيها وعندك قناعات بيها لازم هنا بيبقى ليك تدخل أنت كمدير فني لكن الدوافع الريدي عند نادي الزمالك أنا ممكن أكون مطفق مع كريم إن المباراة ما فيهاش فنيات تقدر نهاية تحكم مباراة أو تلاقي باسم الفرقتين لكن اللي قدر يستغل هو نادي الزمالك المباراة دي أنت بتلعب على خطأ يعني خطأ في المباراة صح ودايماً وإنت داخل المباراة اللي هتقول اللي أخطأها أقل هو اللي هيكسب صحيح وده اللي قدر يستغل له نادي الزمالك يعني قدر يستغل له نادي الزمالك هل مرس كل أدار المباراة دي بشكل سليم؟ على مستوى التشكيل وعلى مستوى التغييرات بس وعلى مستوى التشكيل ده طبيعي إنه كانت دي المجموعة اللعيبة اللازم يبدأ بيها. صحيح. ولكن على مستوى التغييرات ما فيش مشكلة. إحنا كل الأهلوية وكل الناس اللي بتفرج على النادي الأهلي. ومتماني للنادي الأهلي عارفة أن انت بتغير في الديقة 60. بعد الديقة 60 انت بتبدأ تغير. لكن في بعض اللعيبة اللي هي ممكن تكون. أنا بشوف أنها بتاعة مباريات كبيرة. هي خارج نطاق الخدمة. هي مش موجودة. زي مين؟ أنا بشوف أن الرباعي الأمامي. يعني الرباعي الأمامي اللي هو بيفرق مع أداء النادي الأهلي. اللي هو حسن الشحيات برستاوي وإسام أبو علي إمام. الأربعة دول لو في واحد فيهم. لو أقولك لو أنت شلت واحد منه ومحطيت أفشا. أعتقد أن الأداة كان يبقى متغير. وممكن تشيل إمام ما فيش مشكلة. دي السوابة بقى اللي الراجل مقتنع بيها. أنا بشوف أنها موجودة ناردي غلطة. أن أنت تقتنع بمجموعة لعيبة. أنت لازم أنت عندك بدايل. أنت مش بتتكلم في فريق تاني أنت عندك الخمسة وعشرين جاهزين. عندك بدال وإنت جربت. يعني أنا بشوف أن تغييرت ماروان خطأ. يعني ماروان لاعب ما تطلعش من ملعب. أكرم طول الفترات المباراة هو مش موجود. صحيح. فهنا المركز ده مؤثر. في مركز مش مؤثرة. ممكن على أطراف الملعب مركز مش مؤثرة معك. لكن قلب الملعب العمود الفقري ما نفعش تغير فيه. بتتكلم في حارس مرمى. بتتكلم في ستوبر. بتتكلم في تفندر. في حد بيلعب تحت الفرود أو فرود. لكن غيابه سامة أبو علي عن حالته. أنا أول مرة شوف النادي الأهلي. كل اللاعبة مش في حالتها. ودي رجع للتركيز. التركيز وإنت داخل المباراة. عارف لو لاعب واحد مش في حالته. أقول لك أه مش موفق إنه عارض. لكن قلة التركيز. وكريمي أعرف رجلك مش هتشيلك. مش هتنفذ اللي أنت بتلعب عليه. تعليمات الراجل ممكن ما تنفذهاش. تحضير الراجل للمباراة. أنا بشوف برضو إنه أنت رايح قبل المباراة بيوم. برا بقالك. أنت رايح لا دي مباراة كبيرة. دي مباراة كبيرة والناس مع ملح سبب كويس. فكل الحاجات دي ممكن تبقى آه سبب. بس أنا بصراحة أنا مبسوط. يعني مبسوط. لازاي؟ مبسوط لأن اللي جاي. النادي الأهلي قمته جامدة. يعني قمته وده حصل السنة اللي فات. هلو قمته جامدة دي آه؟ لا قمته يعني جامدة بدوابط بتعليمات بدوافع جديدة. ونت داخل على موسم جديد. وحصلت السنة اللي فاتة ما خسرنا متحاد العاصمة. السوبر أفريكي برضو. لكن معنات الزمالك أيبا موضوع مختلف. أنا بشوف إن الزمالك خط بطلطين. كسب الأهلي. وهما معتقدين إنه هو ده تعويضا للقضية. مباراة القضية إنه إحنا. أنت تتكلم عن الزمالك اللي هو كسب الأهلي المطشي ده أصبحت السوبر ولا في الدوية؟ مين المعتقدين؟ لا أنا بشوف يعني الزمالك بالنسبة له واخد بطلطين. هو يكسب الأهلي في الفاينال. وهو ياخد بطولة سوبر. فهم بالنسبة لهم ده تعويض عن مباراة نهاية دا ولا بطولة أفريكية؟ أنا شايف إنه كل الناس بتتكلم في كده. أنت رأيك إيه؟ لا أنا رأيك مش كده تماما بطولة أفريكية دي بطولة مختلفة أنت بتتكلم دي مباراة 90 ديئة لكن بطولة أفريكية هي الأقوى هي الأقوى على مستوى القرى. رأيك إيه كابنالك كريم في الجزائي دي؟ طبيعيا أنا زمالكاوي هقولك لأ أنا شايف إنه دي أقوى. السوبر أقوى؟ هقول كده. أنا شايف إنه كده. لا تقول كده عن التناع ولا حتى نجب الكاوي؟ عن التناع اللي 2 بطولتين كبار. اللي 2 بطولتين كبار. وخلي بقى لك هي قيمة أبطال أفريكية اللي خدها الأهل من الزمالك ما هو خد البطولة دي كتير جدا ولسه وخدها السنة اللي فاتت. بس ليه أحمد لسه بيذكر دي؟ عشان هو خدها من نات الزمالك. صحيح. فالزمالك برضو من حقه لما ياخدوا السوبر يقولك أنا خدت السوبر من الأهل. فالتنين واحد. لكن خل الزمالك خد السوبر من الوداد. هيفرح. لكن مش زي الفرحة دي. الأهل يخد في الفترة الأخيرة خمسة أفريكية. صح؟ ليه الفاكر بتاعت الزمالك؟ عشان هو خدها من الزمالك. الأهل. صحيح. أنا خدتها من الزمالك. فالتنين واحدة. أنا عايز بس أأكد على كلمة أحمد ببتدائما أقول لي معينيش شعبان كلمة. يا ويل اللي قابل الناد الأهل بعد ماتش اخسرها. يا ويل؟ اللي قابل الناد الأهل بعد ماتش اخسر الأهل. بعد ماتش اخسر الأهل. آه. بس. اللعيبة بعينها بتطلع نار. آه. ده حقيق. ده حقيق في الملعب. آه. بس اللي حصل في المباراة دي. والنقطة المهمة اللي أحمد اتكلم فيها. كانت سيئة جدا بالنسبة للأهل. وده يقولك إن في مؤشر خطر. إيه بقى؟ إن أنا سفر قبل الماتش بيوم. آه. التهيئة النفسية للمباراة كريم أهم من مباراة نفسها. أنا ممكن أحط تشكيل صح وتغييرات تكون في التوقيت المناسب. لكن أنا مش مهيئة لعبتي أصلا لظروف الماتش. آه. وده اللي أنا شفته من ند الأهلي. خلي بالك. أنا على قد بأنا فرحان جدا للناد الزمالك. بس أنا حزين جدا عن ند الأهلي. لأنا بحترم ند الأهلي. كمنظومة وككيان. لكن اللي يقولك ند الأهلي بيكسب فنيات وإن هو فنياته أعلى من أي حد في أفريقيا. آه ند الأهلي عنده فنيات كبيرة جدا وعنده لعبة كبيرة جدا. لكن مش ده سبب كوتر. مش ده سبب اللي ند الأهلي دا ما بقوله. مش سبب الأول. مش سبب الأول. لكن إيه السبب الأول عند ند الأهلي؟ الشخصية. الدوافع اللي نتكلم عنها أحمد. دوافع دايماً كان بتبقى عند الأهلي. ند الأهلي دايماً عمري ما شفته احتفل. ما شفتش لعيب في ند الأهلي. طول ما أنا بتفرج أو بلعب لعيب بيحتفل الماتش. بديش أفتها في ند الأهلي. فده يوريك إنه يفهم أشي الخطر. النهاردة اللعيبة بتروح قبل الماتش بيوم. عطاك الده هيتعدل؟ هو أتعدل النهاردة. تيسه أقول لك. هو أتعدل النهاردة. أنا هرب وده بدأ. أنا تعاملت مع كابتل محمد رمضان. ممكن أنه عنده 16 سنة. أنا عايز أقول لك إن أنا ما أخدش بدي. كنت معك إيه؟ مدير كورة. مدير كورة. مدير كورة في ند المصري. هم ربيني في ند المصري. مربيني. أنا عايز أقول لك على مفاجأة إن أنا أول ما تعينت مدير كورة والله يا أحمد. أول حاجة عملتها. أول ما جالي التليفون أنت مدير كورة في ند المصري. أه. أول حد كلمته كابتل محمد رمضان وروحت له البيت عدت معا. يا. أنا بعشق الراجل ده. قلت له إيه؟ أنا عامل إيه؟ أه. قداني نصايح. قال لي خلي عندك ثوابت. خلي دايما في نظام. خلي في حزم. دايما كنت معاه على تواصل في التليفون. دايما قال لي الراجل ده دايما يا كريم يبيض يسود. ما عندهش رماضي. الراجل ده الراجل ده واضح جدا. الراجل ده صراح جدا. الراجل ده زكي جدا. أنا بقولك الراجل ده. هين النادي الأهلي الفترة الجاي في مكان تاني. أنا لعبت النادي الأهلي هتشوف حاجة تانية مختلفة خالص. الراجل ده ما بيعرفش أبوه في الشغل. لا الراجل بعيد بقاله فترة كبيرة جدا عن الساحة. اللعبة اللي موجودة دلوقتي. ما اعتقدتش انها تفرجتها على كابتن محمد رمضان ولا عشرته. بدأت هتسمع عنه دلوقتي. لا. النادي الأهلي رفعت تانية. ميزة عظيمة يا كابتن كارين كنت لسي بتكلم عنها من شوية. انها راجل برضو مش بتاع مش بتاع لقصة. مش بتاع أضواء. مش فري معاه. لقعد الفترة الفترة يكون لها بعيدة عن الأضواء تماما ولا يفري معاه. لدرجة وانا قلت حتى ده مش سر يعني. انا هنا طلبناه في رقم عشرة يكون موجود. معاه ضيف قبل ما يبقى موجود في النادي الأهلي. وكثير من الزملاء وكثير من الناس تعال كابتن محمد وتكلم. انا مش بحب الزهور. انا محبش اظهر. انا محبش اطلع اتكلم. وخلاص. فراجب بتاع شغل بس. شجاب بتاع الشوه بقى والزهور. وكام ده مش موجود عنده خالص. ولا هيبقى موجود تاني في النادي الأهلي. خلي بالك برضو. وده برضو سبب من الأسباب. ان لعيبة النادي الأهلي مكونش مركزة. الصهر زاد قوي. الحفلات زادت قوي. انا معلش ان النهاردة. انا قاسف ان كلهم اخوات وحبيبي ولعبنا مع بعض. وانا قاسف ان برضو مش هجرح فيهم. انا بانتقد. لمصلحاتهم. لمصلحاتهم. وفي نفس الوقت لا. انت بتاخد مقابل لده. انت النهاردة على لعيب كرة. انا لسه انا احمد بنتكلم في الهواب. انت ربيت في وسط جمهار النادي المصر. ان انا باخسر النهاردة هقعد اسبوعه مستخبه في البيت. صح. احمد في الاتحاد السكندري كان نفس الكلام. صح. فدي ضربة لعيبك الكرة. انت النهاردة معلش انا قاسف يعني. هو انت بتعمل ايه في الكرة عشان تاخد ملايين والدكتور ياخد اقل منك. اه. ولا حاجة. اه يعني في حاجة بتخسرها قداما. بتخسر بع حياة. مش اخسر بالعكس. اقصد يعني. يعني لو انت مثلا بتقول ايه. ايش معنا الناس دي بتخرج وبتسهر وبتعم. معلش يخسر ليه بمقابل اللي انت بتخسر. بروف عليك. بعدين انت عمرك. كان فيه احد اللاعبين الكبار يعني. بس مش هذكر اسمه يعني. يقول لي انه. احنا عمرنا في الكرة مش كتير. طعيم. انت اصلا وانت بتعتزل بتبقى لسه شاب. اه. عايش تخرج بقى وعايش تتفسح. عندك. بعد ما تعتزل بعمل الكلام ده كله. اللاعبه ما بقاش عندها صبر. بس بس كريم. انا يعني. تكملتا لكلامكو. اللاعب كرة حرمان. مم. اللاعب كرة بالذات. ومش فنان ولا. لا. انت هتحرم نفسك هتلاقي. هتحرم نفسك من متعة الشهرة. هتلاقي. يمكن كريم اللاعب في الزمالي. انا لعبت في الاهلي. احنا لعبنا. لعبنا. بس انت هتلاقي. انا كنت في الاهلي لما. اعدت في كافية. يقول لي انت متعودش. اعدت في كافية. مش روحت بقى صهرة ولا روحت افتتاح ولا. انت متعودش في كافية. انت شخصية اللاعب في الاهلي. مختلفة. انت مش زيك زي اي حب. انت نازلتشرب قهوة في كافية ممنوع. عادي. اه. انت اعدت. انا حسنا. يا جماعة عادي. دماغي عايز قهوة. دماغي عايز قهوة. انا كان معانا كابت الحسن بدري. اه. عشان كده لازم شخصية مدير الكورة. تبقى شخصية قوية. صحيح. شخصية قوية لان انت بتعامل مع 25 نجم. ودي اللي عايز اتكلم فيها على ميستر كولر. على ميستر كولر قد يكون طلباته الفترة الاخيرة انه هو مش عايز مدير كورة. القرار ده بقى كرار مجلس الادارة. صح. بقى كرار مجلس الادارة. لانه هو الواضح. هو مش زي ميستر مانو الجزي. ميستر مانو اللي كان عنده الملكة. انه هو يبقى شخصية ادارية قوية. مع انه هو هو فرجل فني. لكن كان موجود كابتن حسان بدري كمدير للكورة. وكمدرب عام. كان ميستر مانو اللي سيطرة. يعني اللي سيطرة ان اللعبة بتعمله حساب. كسر حاجة. واللعبة كان بتساعده بسرحة جلدة مختلفة. برضو يا بقى امين يعني. من جوه من جوه الفرقة يعني. كرار شخصية قوية جدا. بس بس لازم بقى فيه مدير الكورة. يعني انت بتكلم عن مانو الجوزي. ومانو الجوزي برضو بالشخصية كلها دي كم مع مدير الكورة. انا مش قصدي فيه فرق يا كريم. انا شخصية قوية على اللعبة. فنيا مش ادارية. فاهم. لان انت ادارية انت بنسبة كبيرة. وانا بقول له مستر كولر دلوقتي انت جربت. جربت وانت معاك مدير كورة. زي كابتن سيد عبدالحفيز. وبعد كده دكملت عن كابتن خليب بيمو. وجربت وانت لوحدك. ما قدرتش تسيطر على بعض اللعيبة. في قرارات. اللي هي بره الملعب. دي بتاعت مدير كورة. دي اللي قنا نتكلم عن. انت هترتاح. انت كمدير فني. انت لما هتتفرغ للحتة الفنية فقط. هتحقق انجاز كبير جدا. فهتلاقي مدير الكورة ده لازم بيلمي من وراك. لازم بيلمي من وراك. لازم اللعيبة بتكون تعمل له حساب. مش هتخش في صدام. لان برضو في حتة في مستر كورة. انه صدامي. صدامي مع لعيبة مؤسرة. فدي برضو ممكن قد تكون تأثر. على بعض اللعيبة. فمهم جدا دور مدير الكورة. تكملة اللي كنام كريم على كابتا محمد رمضان. من افضل الشخصيات ومن افضل الكوادر. اللي تديري الحتة دي. تديري الحتة دي. لان هو ابن الاهلي في المقام الاول. زائد ان هو شخصية دوري. هو اتخلق عشان المكان ده. هو اتخلق عشان البوزيشن ده. هم اتخلقاش عشان التدريب. كابتا محمد رمضان اتخلق عشان الكارير ده. والراغل ده مفروض الناس تتعلم منه كتير جدا. وزي ما انت قلت كان بعيد جدا عن الساحة. لكن عجبني الناد الاهلي. ان كلر في عز بطولاته. وفي عز ما هو خد بطولاته. قاعد مريح. وتمام انا مش عايز مدير كورة. طب يا عمي هديك يرضيك قالك لا. انا مش عايز مدير كورة. حاضر هنمشي للك كلامي. مثل الناد الاهلي بقى ما بيكبرش في الغلط. كان ممكن يلم ورا كلر. ويقول له اصل الظروف اصل احنا خسرنا ضربات الجزاء. ده مش موجود في الناد الاهلي. عشان كان انا متايم بالناد الاهلي. الناد الاهلي على طول تاني يوم او بعدها بيومين. خد قرار بتعينيك كابتا محمد رمضان مدير للك كورة. صح. ليه خلاص انا اديتك فرصتك وانت حاسبين. الناس هتوقت تقولي بقى. الفرج يا عام الاهلي كانوا غلطان انهم عينش مدير كورة. وشفت عارفوا انهم غلطانين فعينهم محمد. لا اه احنا غلطانين وهنا عين مدير كورة. ما فيش مشكلة. المشكلة. في حد تاني كابر يقولك لا انا مش عين عشان الناس ما تبسكهاش عليك. والله تسعين في المية من الوسط ده بيكابر. ما بيرجعش في القرار بسرعة. صح. هيخاف. هيخاف. لسه كمين مع نجوم الكبار كابتن احمد عاد الكابتن كريم ذكري بعد الفاصل نواصل خليكم معنا. يعلم بحضراتكم مرة اخر لسه شرفني ومنورني كابات الكبار كابتن احمد عاد الكابتن كريم ذكري وهفتح مقاهم موضوع دلوقتي كتير ما بنتكلمش فيه. بس حاس ان الكابتن احمد والكابتن كريم هيبقى عندهم كلام حلو فيه. موضوع السوشيال ميديا واللعيبة. لو اقول لي شوية كل يوم والتاني تلاقي لعيب داخل ما يسمى بقصف الجبهات. راح رامي على المنافس كلمة. راح عامل اشارة. راح مشغل مع اغنية فيها ترياءة. راح عامل حكاية. فيكي تلعيبت الكرة اللي بقت مشغولة قوي بقصة السوشيال ميديا دي. وانها تاخد شوية لايك وشيرز. زي الناس اللي العادية يعني. رأيك ايه؟ رأيك ده انه مليار في المية هيأثر علي. للاسف. هو بيجيب مع الناس بس جماهريا بس مش هيجيبه فنيا. بس. والناس اول اول الناس اللي انت بيجيب معها الكلام ده هي اول الناس هتنتقدك. هتنتقدك وهت يعني بلغتك يعني هتقل منك. يعني مش هتسمي عليك. صح. للأسف للأسف بعض اللعيبة هادي سكتة. اه. انا بشوف ان فيه لعيبة يعني مش نجوم في الملعب. هو نجمع السوشيال ميديا. صح. هو على طول هو. زي مين? لا. سؤال سيدي. يالله يا كيمة. زي مين? بس شنوه حبيبه مش عايز احبابه. بس هو واضح انه مش حبيبك. حبيب انا بوظل ولا انا باتكلم على السؤال زي النفس. صح 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 صح. والسؤال حلو بصراحة. يعني خلانا افكر في حاجة مكنت شنوه اقولها يعني. ما تقولها بقى. زي مينة كابتان. لا بس انا نصيحتي للعيبة دي هم عارفين نفسهم كويس. طب مين دقيقك الفترة الاخيرة وكن نفسك تكلموا تقولهم ما بلاش تعمل كده. انت لعيب كويس وبلاش تعمل كده. ومنطق النصيحة ومنطق الانتقاد كمان. يعني ركز في الملعبك. ده زكاء منك. لا يحبيه خال ما قصتش اوقعك برضي. بالعكس انا عايز الحواري بقى واضح وصريح يعني. انا زعلان بجد. زعلان عليه. امام. امام عشور. طبعا. زعلان عليه لان هو مفروض تبقى في حتة افضل من كده. على مستوى السوشيال ميديا والاعلام وحياتك الشخصية. انت مفروض تبقى يعني. قافل على نفسك بشكل اكبر لان انت واخد حجم كويس. واخد حجم كويس. بس هنا هل انت عقليتك هتقدر تستوعبها. هتاخدك وتروح لحتة الناس مش حباك فيها. وخصوصا. انا ما احترامي بس الاي نادي انت جوا النادي الاهلي. جوا النادي الاهلي في ضوابط في التزام. في حياتك انت الشخصية منفعش تبقى على الملأ قدام الناس كلها. انا هنا اتعامل كنجم. اتعامل كنجم. خد صفات النجومية. خد صفات النجومية عشان في الملعب تلاقي حد لما تقع يشيلك. هم جهور النادي الاهلي. هم السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي. لكن نول احترام الجميع. انا دي ابو تريكا. نول احترام الجميع. لان انت هتقع. وارد هتقع. مليار في المية. اشتغل على نفسك عشان لما تقع تلاقي حد يشيلك. صح. كابتن كريم تباعت الحكاية بتاعت مؤمن ذاكريا. اه. خلي باك مؤمن عشرة كبيرة. كنا مع بعض في المصري في البداية. تباعت اللي حصل كله الاخر يعني. انا تمعته الاخر بس اقلك نصب يعني. اه. انت عرفت النصب ازاي؟ شغل تريند يعني. شغل تريند اه. انه في اربعة حابوا يعملوا فيديو عشان يجيبوا عليه مشاهدات. فياخدوا عليه فلوس. ومتجرة بمرض بنا ادم. بمرض بنا ادم والموضوع يعني. لسه انا واحنا كلنا نتكلم على السوشال ميديا واخترطها. كنت بقوله انا مدير الكرة في الناد المصري. اللعبة كان بتاخد تقييمها منين. تخيلها كريم. اول ما بيخلصوا الماتش. بيمسكوا التليفون ويفتحوا الفيسبوك. يدص الصفحات والبيجيت كانت بعليهم ايه في التقييم؟ طب احنا وإحنا كنا لعيبة. التقييمنا كان فيدي. المدرجات. فأصبح ان التقييم النهاردة تقييم خاطئ. التقييم انتقل من المدرجات. اللي هو التقييم الحقيقي بالتقييم المزيف. خادع. اللي هو الخادع. في السوشال ميديا. في الفيسبوك. خادع عشان هو ممكن يقولك تلقيب عظيم. بس عشان بيحبك. مش هنقدت كويس. فمتصور ان هو بيقولك انت عظيم. لا الموضوع بساط من كده. هو ممكن يقوله عظيم عشان ايه بيكلمني في التلفون. وانت حبيبي. وشوف انا عملت ايه طب بتاع. عشان بادفع. عشان كل حاجة. عشان مكالمة عشان بادفع. عشان هو انت النهاردة شايفك كويس. بس هيقلب عليك بكرة. فالموضوع مالوش ضوابط. الموضوع انت ما تقدرش تتحكم فيه. خلاص هو لعيبة الكورة كلها. زي ما قلتلك في بداية اللقاء. قلتلك اللعيبة كلها متابعة على السوشال ميديا. طيب انت كمدير كورة كنت بتقول اللعيبة. انا عملت حاجة تانية. ما اناقولك على حاجة حيطة السوشال ميديا عشان انا عملت امدر كورة. انا دايما انشايف اللعيب الكورة اللي بيكتب الوقت بوسطات وحاجات زي كده عشان يركب الترند او ياخد التعاطف. ده راجل بيبيع منتجة. فانا دايما انبالوم على المشتري. المشتري بقى جاهل. المشتري ما بقاش عارف مين بيتحك عليه ومين بيحبه. النهاردة انا لابس فلنة الزمالكة طبيعية. هقوله المزيع بيسألني انت اهلاوي ولا زمالكة. هقوله انا زمالكة وابويا امي زمالكة ويك. هلبس شيرت الناد الاهلي. هعدها بشهرين. هقولك ده انا اهلاوي. وابويا برضو. وابويا وعيدة كلها اهلاوين. نفس اهويا. اسئلة سازجة. مش اشياء سازجة. الاجابات اللي سازجة. هقوله انت اهلاوي والزمالكة. انا فهم دوسه ده. هيقولك ايه. بس لو برا الاهلي والزمالك. وانا سألته بتتحب ايه اكتر. وبتعه ده بقى سؤال عادي. سؤال عادي جدا. الفكرة في ايه بقى. ان هو نفس الشخص اللي هو برا الاهلي والزمالك. قالي النهاردة زمالكة. لما بقابله بقى لما يلعب بتشيرت الاهلي. هيقولي لا انا اهلاوي جدا. يعني ما هو انت نفس الشخص اللي قدت انا زمالكة. انت شيلسي تروح ارسل و ارسل المانشستر سيتي. والموضوع عادي جدا. احنا في احتراف انت بتاخد فلوس ليه. صحيح. مش لي الله والوطن. فهرجع تاني للسوشال ميديا. انا وانا مدير الكورة. انا قلت لها كلاب النسبالي. واحد بيبيع منتج والتاني بيشتري منه. انا رحت للمشتري. فعرضت فلوس اكتر. يعني انا في جروبات وصفحات وصحفيين في برسعيد. اول حاجة عملت للمدير الكورة. مردتش للعيبة خالص. انا بس نزلت كده على الجروب بتاع اللعيبة. اي لعيب هيجيلي منه تسريب او في تواصل ما بينه وما بين الصفحات. هينزل غرامة مالية قد رقم سين الف جنيه. واه. دي رقم واحد. عرضت على الصحفيين وبتاع الصفحات. اي حد هيجيبلي سكريمشوت. او في رسائل ما بينه وما بينه اللعيب عندي في الفرقة هيقض عشر تالف جنيه. ما هعمل ايه. يا خبراب يا خبراب يا خبراب يا خبراب. هعمل ايه. هعمل ايه. ايه شغال انت مخابرات. هو هيبقيني لي على العيب. انا كم دور كورة. ها. اللعب بيكلمه. انا هيبقيني لي على العيب. لازم اغريه. لازم اغريه. اه طب. لازم اغريه مقابل. بس انت قلت جملة حلوة بس ما شرحتهاش كويس. انه مثلا في صفحة انا كريم رامزي روحت له قلت له بص تكلم عني كويس. بالظبط. فراح كريم زكري دفع اكتر. هيقول كريم كويس عكريم زكري واشتم كريم رامزي عادي. ده يبيع اي حد. اه مش فارم معه. اه والله حقيقي. وحصل. وحصلت فعلا. فانا دايما نبحت للمشتري. مراتش لللي بيبيع. انا فهم كده من لعبين. ما خدوش نجومية كبيرة واسمي كبير خلاص. اتخدت الاسم الكبير. ايه اللي خليك تستمر في ده وانت اصلا قريدي اسمي كبير. في سوشال ميديا. اللي هو مش نجم كبير في الملعب. كنت قريدي نجم كبير في الملعب. والناس هاي اللي بتكلم عنك من غير ما تروح تقول لهم اتكلموا عني. تاخد اللقطة ليه. ليه تعمل كده. انا بقول لك كريم ان هو اه نجم كبير. بس هو حابب الحتة دي. هو حاببها لكن هو مش عارف انها مش مدرك انها بتضره. مش بدرج على المستوى على المدى البعيد. هي هتضرك. هتضرك. بس الناس هتحترمك عشان انت جوا نادي كبير. الناس هتقدرك عشان انت جوا نادي. مع اول لما تخرج. الاول ما تخرج من نادي كبير ده. كله هيدي لك ظهره. صح. مليار في المية. بحنا دايما بنتكلم عن اللعيبة في قصة السوشال ميديا دي. ما بنتكلمش على ادارات الاندية. مش ادارات الاندية برضو بايتستخدم الصفحات والسوشال ميديا المصلحتها برضو. بس طبعا كل سوشال ميديا كل نادي عنده سوشال ميديا قوية. وانا بشوف ان اقوى هالنادي الاهلي. انا مش قلل مع الرسمية. لا انا. الرسمي اعمل انت عايزه. يعني الرسمي بس. لا بس كريم خلينا وقعيين. ان الاندية لها سوشال ميديا رسمية وغير رسمية. ايوه. بتبقى مواقع الالكترونية متحكمة فيها اندية كبيرة بتوجه الامور. يعني فيه حاجات انا عايزة تطلقها عالرسمي. وفيه حاجات عايزة تطلقها مش عالرسمي. الله نعرى علي. هنا دي بقى كل ادارة مفكرة ان ده شطارة. ان هي دي شطارة. ان انا بحول مثلا رأي العام لحتة او اتجاه معين. هو من وجهة نظره كده. لان هو ده اللي بيجيب زي ما اقولك. هو ده اللي بيجيب مع الناس. هو ده اللي بيحول الرأي العام. هو دي اللي بقت متحكمة في امور داخل الملعب وخارج الملعب. وفي تعينات. ومين هيبقى موجود في الفلاني. ومين هيبقى متغرم غرامة فلانية. وايه الغرامة اللي هتتعلن وايه الغرامة اللي مش هتتعلن. ما عاستو ان انا كريم ان اي مجلس ادارة. بيحط غرامات. انا مش كلها مش معلنة. انا ممكن اصدر لك غرامة معينة. وانا اصلا ما خصمتاش من اللعيب. انا ممكن اطلع على اللعيب. اصدره للسوشيال ميديا. تمام ان هو عمل مشكلة معينة. وانا اصلا ما اخصمتش منه. بس انا بقى اروسه. بقى اروسه بالسوشيال ميديا. لان انت بتتأثر بيها. صحيح. فده ده ده بيحصل. وده للأسف للأسف هو بيجيب مع الناس. لكن على المستوى العام. هو بيدر. مش بينفع. انا برضو بأكدك كريم للمرة المليون. هو ده بيجيب الوقت مع الناس. الفكرة كلها. ايه الباور بتاع السوشيال ميديا ده. لان انت نقلت الجمهور من المدرج. وخليتوا على الصفحات. صحيح. افتح الجماهير تاني وخليها بقى اعداد كبيرة جدا. واللعيب هيعرف تقييمه النهاردة. احنا دايما كنا بنعرف تقييمنا كريم من وحنا بنسخد. يوم المدرج. بتنزل اول مجمولين ده لك خلاص انت الناس راضي عنك. والناس بحباك. الناس زمزقت في وسط المدرج بتاع خلاص ده التقييم بتاعك. ده التقييم الحقيقي في الملعب ذات نفسه. مش وانا سهران بالليل ولا بابعد شات ولا بابعد سكرينشوت. فانت نقلت الكمبيتشن المنافسة اللي مفروض تحصل في الملعب. بنقلتها على السوشيال ميديا. ده جزئية. عايزة واحد للألف جزئية مهمة جدا. الأهل قال ان هو مأجل الصفقة او اي صفقات جديدة لشهر يناير القادم. التواقع الأهل هيأجل فعلا لشهر يناير. ولا ممكن يتراجع او يشتري مهاجم او جناح في الوقت الحالي. لا معتقدش. المجموعة الموجودة جديرة انها تكمل. اكيد. اكيد. بما في ذلك المهاجم. المهاجم انا بشوف ان انت مش هتقدر تجيبها افضل من وسام ابو علي ووجود كهرباء. وسام المباراة اللي فاتت ما كانش موفق. طبعا. راجل بس عالدكة لقى كهرباء ما نزلوش. هو مش مختلع بالكهرباء. وسام هتعدي عليه ايام مش هيبقى موفق. يعني زي اي مهاجم في العالم. هلنس عاد ما يبقاش موفق. فهيبقى ايه البديل. انا بقول لك هل انت لقيت البديل الجيد. وما جبتهوش يبقى تقسير من مجلس الادارة. لكن انت شايف ان المجموعة الموجودة هتقدر تقديلك الغرض. وارد انه وسام مباراة مش موجودة. انا سام قلتلك حالة فنية على الحداشر لاعب. طبعا. بالناس اللي نزلت. بدون يعني بالستثناء قفشة. انه نزل بقى كويس وعزي. لكن فرقة كلها مش في حالتها. لكن انا بقول لك لو في حد كان احسن من كهرباء. وسام أبو علي في الفترة الحالية. بقولك النادي الاهلي مجلس دارته مش هتأخر. ومش هتأخر عن طلبات الراجل. لكن انا بشوف سواء على الجناحين. ممكن بعد اصابة محمد هاني الامور تتغير شوية. يعني الامور تتغير شوية لانه اصابة ممكن تطول معها شوية. صحيح. لكن في بعض المراكز لا انا بشايف ان كل المراكز في افضل حالة. اين راح راح اللي انتوا فيها ده للناحية التانية يعني يا الله يكون سحولهم الله. الزمالك طبعا. الزمالك محتاج ايه بقى؟ لا الزمالك محتاج حالة كتيرة. انا اتكلمت قبل مطش السوبر وقلت الزمالك هيكسب. وقلت كده على هاي قلت الزمالك هيكسب قبل مطش بيوم. ليه الزمالك هيكسب؟ ده مطش يخطف فجري. ده مطش واحد. لكن على المدى البعيد لا الزمالك محتاج. محتاج خمس ست صفقات. وانا بكلمك في الواقع. ملكز ايه؟ عندك لازم يمساك. كويس جدا. جمى الساك النهاردة زمالك جيفرسون من غينيا بيساو تحت السل. اه ده تالب جنسيته ايه؟ غينيا بيساو. كان بلعب في البرتغال بتالي؟ وعنده جنسية برتغالية. وعنده جنسية برتغالية. وعنده جنسية برتغالية. والرجل هو اللي طلبه. اتمنى ان يكون صفحة كويسة جدا. المعنى زمالك محمد داود من يومين هنا وجاب لي لقطات. شواتر ايه محمد داود. ان هو مبهر. كمان. لا خروجه بالكرة عظيم. لعب كوير يعني مدافع كوير. بس التمركزات بتاعته فيها مشاكل. ده مفهوم ان هو صغير في السن بيلعب في الدرجة الرائعة. فممكن يبقى اصلا المدالي اللي بيبدأ هو اصلا. بس المكومات الجثمانية والكرة بتاعته كويسة. بس اللقطات نفسها ما كانتش بتقول ان هو عظيم. هل الزمالك محتاج مدافع دلوقتي؟ محتاج وقته عبر ما يخش مع الفرقة ولا مدافع يلعب على طول؟ خلينا الاول نقول ان الزمالك بيعمل صفقات على قد اليد. خلينا نتكلم بهم عشان ما نظلمش الناس. يعني النهاردة خزنا مش مفتوحة زي النادي الاهلي. وبشاور على المدافع اللي انا عايزه في اي دورة بجيبه. يعني خلينا عشان برضو اي حقاقنا الحق. فاي صفقة هتيجي. عايبقى في في الدرب. كان مخلص العقد بتاعه. الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. فانا شايف ان الراجل هو اللي مقتار. فخلاص. هو اللي هيتحسب عليه. ومفروض في اقرب وقت يدخله. ويحفظه الحاجات اللي انت بتقول نقصها. صحيح. وطالما هو جايبه. وبيحضر كرة من تحت كويس. هو الراجل واضح الطريقة بتاعته في اللعبة. هو بيحب التحضير دايما من تحت. صحيح. الزمالك محتاج ديفندر كويس. الزمالك محتاج راس حربة كمان يكون موجود. انت عندك ناصر. لكن برضو ناصر جبجون وحاجة جميلة جدا. عنده سيف وعنده ناصر. وعنده حسام أشرف. وعنده الولد الصغير في السن ضاي. أربعة. انت محتاج فرود. انت سيف الدين الجزيري فرود كويس جدا. ناصر فرود كويس جدا. لكن هي المشكلة في الاتنين دول بالذات. ما عندهمش استمرارية. يعني هتلاقي سيف يعمل لك مطش كويس جدا. ومطشين تلاتة. لا نفس الكلام ناصر. فانت محتاج معهم حسام أشرف ومحتاج واحد كمان. انت راد الزمالك. هتشترك في كونفدرالية. هتشترك في دوري. هتشترك في كاس. عسام أشرف موجود. موجود ما أنا بقولك يخش معهم. انت كده عندك تلاتة هو. وعندك الرابع السن غيري. هتجيب مين تاني. مش. الاهلي عنده اتنين اهو. الكابتراحمد عادل بيقولك مش مستعجل على حد تاني. ما هو عشان. شوفت بقى وتهزر على الكابتراحمد عادل تقول. انت دي مشاكلكم بالزمالك. لان انا بقولك كده كده كريم. لان انا بقولك. الاهلي عنده ملكة الاستمرارية. يعني عنده ملكة ان انا خلاص. كسبت بطولة اقفل عليها. خسرت بطولة اقفل عليها. هكمل. انا اللي جاي عندي كتير. عندي بديل جيد. عندي لعب عنده شخصية. فهنا ده اللي بيميز الاهلي. على العكس. الزمالك ما عندهش استمرارية خالص. ودي اكتر نقطة خربائفنات الزمالك. انت مهم تبني على بطولة. تبني على بطولة. كويس. زي ما قلنا في الكمفادرية. اللي كده مهم ان الزمالك يبني على بطولة. يبني على بطولة. حصل اخفاك بعد كده. بالضبط. دي بقى. بس خربالك الاخفاك كان بيحصل يا احمد. انا واحد من الناس كنت بده مبرر لجوميز. وقف قيد. اللعيبة مشاركتش معك في الكمفادرية. وكنت بتجرب ناشئين بعدها. ما عندوش لعبة وقايمة كاملة بشكل كبير. لكن من دلوقتي. من بعد السوبر. انت ملكش مبر. صحيح. كابتك كريم نورت وشرفتك العادي. بنورك كريم. شكرا جزيلا. حبيبي. كابتك احمد نورت الدنيا كالعادي. حبيبي يا كيمو. دائما مصوت معك حبيبي. 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 انا بالنسبة لي اختمت نهاردة من رقم عشرة. بس ازمين احمد المصري كان معالك. مهم مع كريم الدي بنجمي نادي الاتحاد اسكندر. حلقنا النهاردة اشوفكم يا رب. على البخير. كريم في البداية طبعا واضح ان الأمور مختلفة. بداية قوية النادر الاتحاد في معسكر الاعداد الموسم الجديد. جهاز فني قوي بكيادة بابا فاسيليو. طمنا بقى بصفة القائد الفريق. وطمنا جامهير الاسكندرية المتعشمة فيكم السنة دي في إنجاز. في بطولة في مربع زهبي. اكيد حلم ومشروع لكل الاسكندرانية. لا ان شاء الله مساء بخير علينا بإذن الله. كل حاجة زي ما انت قلت كده كل حاجة جديدة السنة دي. لعيبة كتين دفت للفريق. طبعا مع وجود بابا فاسيليو. طبعا جهاز فن جديد. مع وجود برضو كابتن إبا محمدين. مع الأساس محمد مصلحي بلعبة جديدة. مع اللعبة القديمة. فبدئين من بدري. وعملين معسكر زي ما انت شايف. وإن شاء الله بإذن الله كل حاجة تبقى مختلفة السنة دي. وإن حقا طموحنا وطموح الجماعير ونفرحهم السنة دي. يمكن زوران كابتن طارق العاشري. فترة ما قتل كابتن إحمد ساري. وحاليا بابا فاسيليو. ماهي الفرق بين مدرب الأجنب والمدرب المصري. والله كل واحد له استراتيجية معينة. مثلا لو جينا نتكلم على آخر واحد كابتن طارق. مثلا استراتيجية كابتن طارق غير استراتيجية بابا فاسيليو. على اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. يعني 180 درجة. الكابتن طارق مثلا بيلعب على غلق البساحات. ويلعب على كونتر التاك. لكن بابا سيليوز بيعمل بندن جاب من البداية. وحاب بيلعب كرة من تحت. فده مختلف عنده. وفي النهاية كل واحد بناخد منه حاجة وبنتعلم منه. رحيل عدد كبير من النجوم. واللعبة اللي اثرت في نادي الاتحاد الموسم الماضي. لكن كابتن محمد مصلحي رئيس النادي. عقد صفقات مهمة للفريق. شايف الصفقات الجديدة ممكن تعود الناس اللي مشت. او شايف انها ممكن تبقى اضافة افضل الاتحاد الموسم الجاي. بصوا بانع عن اللعبة اللي مشت اللعبة كبيرة طبعا واسماء. ولعبها كويسة جدا ولكن الكرة ما بتقفش على حد. وحنا في نادي الاتحاد كبير ما بيقفش على حد. الناس كتير جات وناس كتير مشت وناس كتير موجودة. الكرة كريجر ما بتقفش على حد. طبعا دمع احترمنا الناس اللي مشت طبعا اسماء كبيرة واضافة لأي مكان. وانا شايف ان في اضافات كويسة جدا لعبة كتير. اذا كانوا محترفين او محليين. ان شاء الله يكونوا اضافة لنا ويعوضوا ويبقوا احسن من اللي مشوا ان شاء الله. الصفقات الجديدة دي اندمكت بسرعة مع الفرقة. شايف ان هما قادرين ان هما يوصلوا الاتحاد لمنطقة افضل في الموسم ده. والله الاجواء كويسة جدا وهي اللي بتخلي الناس اندمج على طول. طبعا كده كده انت عارف ان هنا اللعبة هنا في الدوري كلنا عارفين بعضنا. مش غربة عن بعض ومن التقابل برة اللعبة اللي في العندية هنا و اللعبة في العندية الأخرى. فده بتسهل الامور لما اللعبة بيجي بيخش وسطنا على طول. وده اللي حصل في الدوري. كريم دايما الاتحاد يبدأ الدوري كوي ويوصل مركز اول مركز تاني تالت. في اخر خمس ستة او سبع تمنى اسابيع نرى الاتحاد ممكن يوصل عاشر حداشر. ايه اللي بيحصل لكم دايما في الدوري التاني. هل هي قلة خبرات مجهود. الامور بتبقى ماشية ازاي. لحد دلوقتي والله مش عارفين ايه السبب الحوار ده. وفعلا زي ما انت بتقول بان حوالي مسلا اخر ثلاث سنين. اه بنبدأ الدور الاولاني كويسين جدا وبنبدأ انزل الكيربي بنزل في الدور التاني. احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه السبب مع اختلاف المدربين. ومع اختلاف اللعيبة وبيحصل نفس الامر. بس ان شاء الله الموسم ده تكون الموضوع مختلف وما يحصلش ايه كلام اللي حصل قبل كدام اذن الله. يقدرين على المنافسة في ظل المركات القوي والتدعمات اللي شايفينها من كل الفرق. يعني شايفين لعبة وسط النحبة بتيجي من الدورات الأوروبية للأهل والزماليكو بيرامدز والسيراميكا والاتحاد. شايف المنافسة ازاي الموسم الجاي في الدورة؟ انا مش عايز اقول لك ان احنا هننافس ومش عط ضغط على الناس. بلاش عشان جمول الاتحاد ما برحمش. اه عشان مش عايزين برضو ايه انت عارف ان انا طموح الجامعير بيعلم معنا على طول. حتى مع المكسب من غير ما احنا بنتكلم فانا مش عايز نحط ضغط علينا من قبل ما نلعب. احنا لسه ما ماناش حاجة. احنا بنتكلم زي ما نقول للمدير فان جديد. اه دارة جديدة بنظام لعب جديد. فاحنا عايزين بس الاول نعمل التوليف الصحة مع الناس تندمج مع بعضها. ونتقن الشغل بتاع اللي بتاع الراجل. وواحدة واحدة اخوتها واحدة. مش عايزين نضغط نفسنا احنا بنفسنا احنا بنفسنا. الدورة يكون اهل وزمالك وبيرامدز بدأ يشارك وينافس. او ممكن نشوف الانديات التانية بتنافس بقى قعد داول. نشوف داوري قوي فيه خمس ست فرق بينافسه لحد النهاي. والله الواحد يتمنى عشان الدور بتاعنا يبقى اقوى. وده في صالح المنتخب طبعا. المنافسة تبقى قوية السنة دي. انا شايف ان ممكن يكون اصعب المواسم. احنا بنقول كده كل سنة. بس المواسم دا يبقى مختلف اكتر ويبقى صعب اكتر. ان شاء الله نقدر ننفس. بس انا زي ما قلت لك مش عايزين نحط ضغط على نفسنا. ونقول ان احنا هننفس من البداية. احنا عايزين ناخدها خطوة خطوة. وان شاء الله بإذن الله ننفس. كان فيه مشاكل ما بين كابتن طريق عشر ونجوم الفريق ده. سبب كان انحضار الشكل او سوء النتائج في الفترة الاخيرة في الدورة قبل رحيله. ان شاء الله مصر هو مش عايز تقول ان فيه عودة السبب او فيه مثلا خلافات من حد وحد. وبيبقى فيه خلافات اللي هي العادية اللي هي بتحصل فعي نادي. يعني الحاجات العادية مثلا تطشاط ملعب كده. لكن مش مش مشاكل اللي هو مشاكل فيه حاجة ما بين المدير الفن واللعيب. وبياخدها بقى صفة شخصية. لا مفيش الكلام ده. وقعت المودرن سبورت وبعدين قررت العودة للاتحاد. واستمرار المسيرة بصفتك واحد من كبات الفريق. ايه اللي خلاك تراجعت عن فكرة الرحيم من الاتحاد. بص هو انا هو حصل فعلا الكلام ده. ولما الناس هنا تواصلوا معي. الاسدوز محمد والكابت الامام. طلعا انا بالنسبة للأولوية للنادي اللي هو بيتي. وده مش كلام ولا شعارات. وده فعلا بيتي. انا بقى لي دلوقتي حوالي سبع سنين. انا دلوقتي كابتن فرقة. وكنت كابتن تاني كابتن فرقة الموسم اللي فات. الناس هنا عشرة. والسدوز محمد عشرة. والواحد يتعاود على النادي هنا. هو بيحب النادي. وهو النادي اللي عمل اسمي. فبالنسبة لي الأولوية دائما بتبقى هنا. فلما الناس اتكلمت وحاولوا انهم يبقى موجود. طبعا انا قلت لك الأولوية بالنسبة لي الي هنا. فساعتها انا قلت لهم. كان لها شرط واحد. هم عارفين طبعا ان انا ماضي. مع نادي فيوت شر. فقلت لهم انا شرط الوحيد اللي انا بقى موجود. انا كده كده انا تحت امر النادي. وابقى موجود زي ما انتوا عايزين. ولكن شرط الوحيد ان الموضوع كان يخلص ودي. علشان انا ما شفتش حاجة محشة من الناس اللي هناك في مدر. ناس محترمة. الناس اتعاملت معي بكل احتراموا الشيكة. فما ينفعش ان الواحد في الاخر يبقى. لانهم مش زي ما بهمش حاجة ان انا اروح مثلا واغير كلامي. ان انا ابقى متواجد هنا. ان انا اكمل مع الفريق. فبصراحة الناس اللي هت محتاجة جدا. كلمناهم واعتذرت لهم. الاستاذ محمد تكلم الدكتور هاليد دابس. والموضوع خلص بالشيكة وبيحترام. حتى احنا شكرناهم لما اعلننا ان انا مكمل مع النادي. وطبعا بتمنى لهم التوفيق. واتمنى النفس التوفيق. اللعب الاندال الجماهرية بيبقى صعب على اللاعبين في اللعبين. وبتستحملش الضغط الجماهيري؟ اكيد طبعا. اللعبين طبعا ليه مميزات ولعيوب. اللي ما بعرفش يلعب تحت ضغط. بيبقى الموضوع بالنسبة له صعب شوية. ولكن اللي متعود على اللعب بصراحة بيبقى الموضوع احسن. الجماهير ممكن يبقى لها تأثير على ادارات او الاجهزة الفنية في الانديا الجماهرية؟ وبصراحة اه. ولكن اللي بقى اكتر بيأسطر دلوقتي موضوع السوشال ميديا اكتر. زي ما انت عارف السوشال ميديا بقت مؤثرة جدا عن الجماهير. الاول كانت الجماهيري اللي ممكن تأثر. لان مكانش في السوشال ميديا زمان. ولكن دلوقتي الدنيا كلها ماشية بالسوشال ميديا. هل رأيك في المنتخب الوطني مع حسام حسن او كابتن حسام حسن او حسارك اتمرنت معاه؟ اه طبعا اه مدرب كابتن حسام غنى عن التعريب طبعا تاريخ كبير كالععيب ومدرب. وانا بتشرف ان اتمرنت معاه فيهم من الايام. فانا عارف طموحه وعارف شغفه للكورة. وبإذن الله بيتعوفي لهم وربنا يكرمهم. عندك الامل والطموح انك ممكن تنضم للمنتخب الوطني؟ طبعا طبعا بتتواصل بعيه. كابتن حسام بيتواصلوا بعيه. وبعض افراد الجهاز بيتواصلوا بعيه. وبيقولوا ان انت بالصورة. وان شاء الله قريبة يعني بإذن الله. رأيك في الانتقادات اللي بيتعرض لها كابتن حسام البعض. وممكن بعضها امور شخصية. شايف ان ده شيء مش ايجابي مع منتخب مصر والجهاز الفني منتخب مصر؟ طبعا مش ايجابي طبعا احنا ما نفعش ان احنا ننتقد. واحنا لو مدرب اجنبي احنا مش بننتقد واحنا بنقعد ندعم ونعمل. ليه لما يبقى مدرب مصري ما بنعملش الدعم اللي هو بياخده المدرب الاجنبي. طب ايه المشكلة ما ندل الكابتن. ما احنا جربنا الاجنبي مرة ودينه وتلعة. ايه المشكلة ما كافر نساب ياخد فرصته. وانا شايف ان هو ماشي دلوقتي كويس مخسرش ولا ماتش. فا ايه المشكلة ما انه ولو جيت بسيط للتاريخ اللي بينجح ده من المنتخب المصري. المدرب المصري يا سوري. كابتن حسن شحادة كابتن جوهري. فا ايه المشكلة ما كابتن حسامي ينجح ويمشي على نفس الخطة اللي هم ممشوا عليه. انا بتمدرون التوفيق وان شاء الله الفترة الجاية ينجح ويحقق حاجة كبيرة بإذن الله المنتخب. ممكن من اجمل الجمائر في مصر واخف دم جمائر في مصر جمائر الاتحاد السكندري متشوئين واكيد نفسهم في حاجة السنة الجاية تقول لهم ايه قبل بداية الموسم وتوعدهم بوايا كاريم بصفاتك كابتن وقادل التحاج. والله اوه زي ما قلتلك جمائر الاتحاد جمائر كبيرة والناس كلها في اسكندريا بتحب النادو وبتعيشها الكرة هنا في اسكندريا. زي ما قلتلك قوية دي هم نفسهم في حاجة من اللي كانت بتحقق زمان زي ما قلتلك يا بطولة يا إما مشاركة أفراكية. ساعتها بالنسبة له ما هيبقى موضوع مختلف جدا وإن شاء الله نقدر نحقق هذه السنة. تقول الكابتل محمد مصلحة والأستاذ محمد مصلحة والحاجة محمد مصلحة زي ما بتحب تقولوله. لا بنا أقول لك أشكرك عالدعم دايما وهو ما فيش حاجة ما بيننا وبينه. دايما بيتعمل معنا كأب أو كأخ كبير. دايما متواجد مع الناس ما فيش حد بيطلب منه حاجة وبيزعله. دايما أي حاجة محتاجة هو واي بجنبه. بنشكره على دعمه دلينا وبنقول له إن شاء الله المسم ده عم فرحك. ونعمل حاجة كويسة تفرح إسكندريا وتفرحك. وإن شاء الله نشارك في أفريكا ونأخذ بطوله بإذن الله. شكرك يا كريم شارفتنا ونأورتنا في رقم عاشا واتمنى لك التوفيق. مهم صعب أنك تكون كابتن وقاط فرقك بيرزا للاتحاد لك أن أنت أداء. ومنتظرين الكتير من لعابة الاتحاد المسلم اللي جاء إن شاء الله. شكرا. اشتركوا في القناة